قلنا إعلاميين ومتابعين وجماهير إن الفوز على الترجي سيكون طريق لعودة الزمالك مرة أخرى بس فريغة واللعبين كان لهم وي خسر الزمالك اليوم أمام إمبي بأداء هزيل وروح معدومة من اللعبين أخطاء تيكتيكية من المدرب وظهور مظلم من كل اللعبين وبعد أداء كبير أمام الترجي عاد الزمالك لشكله القديم شكله الباهت على مدار هذا الموسم وتبقى القاعدة ثابتة لو زيزو في مستوى يفوز الزمالك لو بعيد عن مستوى يخسر الزمالك فريغ يعتمد على لاعب واحد طبيعي يكون دحاله ببساطة يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر كالعادة كالعادة أبدأ دائما بالفريق الكسبان وهنيجي على الفريق الخسرات أو هنيجي نتكلم عن الفريق الخسرات إن بالنهاردة عمل مباراة محترمة جدا قدام نادي الزمالك مباراة محترمة على مدار التسعين دقيقة مدربك كابتن تامر مصطفى عارف يستغل إمكانياته إلا أكيد أقل من إمكانيات نادي الزمالك بكثير استغل إمكانياته بشكل رائع جدا وبالتالي نجمي الفريق هم اللي سجله هدفاء اليوم رفيق قبو المهاجم التونسي الرائع جدا الرائع جدا أنا شعرف إزاي ده كان بيلع في الدرجة الثانية الموسم الماضي طبيعي ده يبقى في الممتاز ويبدل في الممتاز ده إما وهوب جدا سريع ومميز وفي نشن رائع جدا على المرمى رائع رفيق قبو سجل الهدف الأول في دقيقة عشرين وكان ليه واحدة رائعة جدا اخترق من وسط دفاع نادي الزمالك من وسط خمس لعبين وراح على مرمى محمد صبحي وكان هيسجر الهدف رائع جدا بس الكرة خرجت بره المرمى الهدف الثاني سجله علي فوزي في دقيقة سبعة وستين فوز اللي شاف المباراة النهاردة هو فوز مستحق لنادي أمبي فوز مستحق جدا لنادي أمبي يستحقه عن كل جدارة الزمالك النهاردة مكادش موجود على فترات يعني ها تشتم رائحة الخطورة زي بيقولوا تشتم رائحة الخطورة مفيش خطورة على مرمى أمبي ولكن تشتم رائحة الخطورة يعني بيحاولوا كده حوالين منطقة الجزاء وأي فريق دلوقتي بيدافع كويس قدام نادي الزمالك يقدر ياخد ثلاث نقاط وبسهولة قدام نادي الزمالك وبسهولة أمبي النهاردة يستحق كل التحية يستحق كل التقدير فريق محترم مع مدرم محترم الكابتن تامر مصطفى فريق متكون من جديد كان عنده بعض تغيير في المدربين بس خلاص أعتقد وجد دلته مع الكابتن تامر مصطفى وبالمناسبة يعني أمبي كان خد في الدور الأول نقطة من الزمالك وخد ثلاث نقاط فيه الدور الثاني أربع نقاط من الزمالك أمبي خدهم الموسم ده من نادي الزمالك وبالمناسبة الموسم الماضي في الدور الثاني فاز أمبي على الزمالك 2-0 وفي استاد الكاهرة برضو يعني شيء مكرر أمبي فيه آخر موسمين زي ما قلت لكم التونسي رفيق كابو واحد من أفضل اللاعبين الأجانب اللي موجودين فيه الدوري المصري مستوى مبهر جدا لعب سريع لعب حريف لعب فنش الرائع جدا شوفوا الهدف بتاعه شوفوا الهدف بتاعه كان ليه كرة بصراحة كان حلوية أنها تخلص جرم بس شوفوا الأول الجرم بتاع رفيق كابو والقطع اللي عمل عشان ياخدوا السروب شكل رائع جدا والفنش الرائع جدا فيه كرة رائع جدا عدى من وسط أربع خمس مدافعين من نادي الزمالك وانطلق ووصل لمرمى محمد صبحي بس تصوبته أخطاقت المرمى في النهاية لسوق حظه بس أداء رائع جدا ومميز جدا وبصراحة أنا مستغرب لحد الوقت إذا رفيق كابو ده كان بيلعب الموسم اللي فات في دور الدرجة السانية الطبيعي الراجل ده يبقى في الممتاز ويبقى في أفضل الفرق كمان الهدف ده بالمناسبة كمان هدف علي فوزي وهدف رائع جدا علي فوزي واحد من أهم لعيب أمبي وخيرا فعل أمبي أنه حافظ على علي فوز عشان علي فوز كان عنده عروض كثيرة جدا في الصيف الماضي طيب معي عبر الهاتف الآن المهاجم التونسي الرائع جدا لنادي أمبي صاحب الهدف الأول في نادي الزمالك اليوم رفيق كابو رفيق مشرف ومنور بهنيك على مستوىك الشخصي وفوز فريقك اليوم حبيب يا كابتن ربينا أخليك ربينا أبارك لك الأداء الرائع ده من أول الموسم أداء مبهر أنا لسه بقول الراجل ده إزاي كان غايب عن الدورة الممتازة يا جماعة بالله يا كابتن الحمد لله أنا أستنى أني فادت في الترجة الثانية يعني أعلمتني كثير حاجات ففرقت معايا جدا والسنادي لقيت نفسي جاهز مية بالمية والحمد لله يعني إن شاء الله الواحد يكمل على كده يعني قلت لي أنا فاكر عملنا حوار قبل بداية الموسم في معسكر نادي أمبي وقلت لي أن أنت الموسم ده هتعمل أداء كبير وهتبقى موحمة إن شاء الله من هدفين الدوري وفعلا أنت من أول الموسم حتى مع اكتزاز مستوى أمبي في بعض الأوقات أنت بتقدم مستوى محترم جدا آه بالضبط يا كابتن لما عملنا الحوار نادي لك إن شاء الله أنا يعني طامح أن أنا أكون هدفة دوري وإن شاء الله يعني بإذن الله يعني الواحد يكمل على كده إن شاء الله ومازال التموح ده عندك آه مازال مازال أنا طموح كبيرة كابتن أنا عندي أبسكتف أعلى من كده يعني فاهم؟ إن شاء الله خير يا رب هاي النهاردة بقى المباراة بالنسبة لك كيت عامل إزاي شفت المباراة كيت إزاي المباراة طبيعة الحال لما تلا قدامنا هذه الزمانك هي مباراة مستهلة أنت النهاردة عملت مستوى رائع جدا طوال المباراة بالضبط يا كابتن ومباراة زي ما قلت لك يا أهلي والزمانك يعني دول بالنسبة لي من أحسن مباراة أنك تلعبها في الدوري لازم يكون واحد جاهز نفسيا وبدنيا وكل حاجة ويعمل عليه الحمد لله إحنا كنا يعني رايحين للماتس إن إحنا نجيب ثلاث نقط والحمد لله كانت فيه ونعد ربنا وجيبنا ثلاث نقط مهمين جدا إن إحنا دلوقتي لازم نبني عليها الكرة اللي كانت من خلف دفاع نادي الزمانك اللي أنت سجلت منها الهدف دي كرة قررت مراتين أو ثلاثة في المباراة اشتغلتوا أنتوا عليها واضح أن أنتوا متضربين عليها بشكل كويس آه متضربين عليها وصلا للعبة يعني بيعرفون بقى طعمتها وبقى بنزل أنت تحت الكرة فكان يعني برضو كانت تعليمت من كابتر تامن اللي هو يعني درسنا للزمان الكويس وعرف للنقاط يعني ضعف بتاعهم فالحمد لله إحنا استغلنا الفرصة دي والحمد لله يعني فيه كرة أنت عملتها وأنا بفرج على المباراة في اللايف يعني قلت دي كرة يا جماعة مهاجم كبير فيها جرأة وفيها شخصية لما عديت واختراكت دفاعاتنا دي زي ما كنت تتكلم فاربع أو خمس مدافعين حواليك أنت خدت الكرة من نص الملعب ورايح على مرمى محمد صبحي جرأة رائعة منك يا رفيق وأنا تصورت أنك في لحظة من اللحظات هتوقف على الكرة عشان تبدأ تنقل اللعب لإيه تكواصل للمرمى نبوصة كابت أن انا أول ما كرة طبت أخدت طول وأنا بأخذ الرزق أنا في حياتي غير الكرة في كل حاجة بأخذ الرزق عادي يعني رحت أخذت الرزق وانت أنا حمشي بيها لأخر رمق فيها فالحمد الله يعني ما تكملتش كويس مثل الحمد الله أنا أخذت الجرة وروحت ومشيت عادي بالنسبة لي يعني عايز ألك على حاجة عايز ألك على حاجة أنا عايف إن هي من تموحاتك الكبيرة يعني وانت كنت من زمان حتى وانت موجود في ودي دجلك كنت تطمح لده المنتخب التونسي لسه في أفكارك حيث أن أنت ممكن في يوم الأيام قريب يعني تبقى موجود مع المنتخب التونسي والله يا كابتن بص والله النقطة دي بتاع منتخب تونس والله هقول لك يعني حقيقة في قلبي بقوله على طول منتخب تونس مش مش فاكرني مش بيكلمني مش بيسأل علي ولا ولا حد مثلا من المسؤولين بقول يتجهز نفسك حتيجي ولا ولا إحنا نتابعين كل حاجة يعني منفي خالص يعني مش موجود فأنا بالنسبة لي لو استدعوني مرحبتين ما استدعونيش عادي بشتغل على نفسي وعندي طموحات أكبر من كده الحمد لله إن شاء الله خير يعني إيه طموحاتك اللي أكبر من كده واحد يلعب في فرقة كبيرة أنا بلعب دلوقتي في أمبي فريق كبير يعني طبعا 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 الوحد يطمح يلعب هالإنسان هالك مثلا بره من تونس بره بره من مصر يعني فرقة كبيرة هم 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 يطمح الوحد يلعب يشوف يعني طموح تاني ربنا يوفقك ودايما مميز واحد من اللاعبين المميزين جدا في الدول مصري إحنا نفرح نفرح رفيق أن أنت موجود معنا هنا في الدول المصري حقيقة يعني حبيبي والله كبير متشرف بيه حبيبي كبير مهاجم نادي إنبي صاحب العدف الأول في مباراة الزمالك اليوم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة دايما يشكو رفيق من تجاهل المنتخب التونسي ليه هو حابب وطموح جدا أنه يبقى موجود مع المنتخب التونسي كان لها فترات تقلق في الدول المصري وقت ما كان ديجلا موجود في الدور المصري وكان على خلاف مع مدربين في المنتخب التونسي أو يعني أبدأ حزنه من بعض المدربين في المنتخب التونسي الأمور اتغيرت التصور المنتخب التونسي ممكن يبصر في ريكب واحد من المهاجمين المميزين جدا يبقى موجود معهم في المستقبل القريب طيب نادي الزمالك تكلمنا على إنبي صاحب الفوز أنا حب أتكلم على الكسبان الأول هتش يقول لي بقى أنت مكنش على إنبي الزمالك ليه في الأول الكسبان هو إنبي فياخد حقه الزمالك بقى أنا مش فاهم فرقة كسبان الترجي حظوظها تجددت في التآهل عن مجموعتها في دولة أبطال أفريقيا الأمور قد تبدو تتحسن إيه اللي يخليك تلعب مباراة النهاردة بهذا السوق يعني أفهم إن أنت لو بتلعب مباراة الترجي دي لعبتها تسعة من عشرة يوم ما مستوك يهبط شوية يبقى سمع من عشرة ليه يبقى النهاردة أقرب للسفر؟ ليه؟ بأي منطق أنا بتكلم بصراحة أنا أنا شايف إنه في ده كان له أخطاء في النهاردة على مستوى التشكير وعلى مستوى التغييرات بس حط في ده على جنب الكسر تتجازي الفني بتاعة الزمالك دي حصل فيها لغبطة كتير الشهور اللي فات أنا حطهم على جنب أنا لومي دايما على اللاعبين ليه تقدم مستوى هذه اللي هذه الدرجة؟ ليه؟ بتفكر في إيه؟ بالمناسبة ممكن حد يقول لك ما أرمى حسين إن الدوري خلاص راح ما هو راح فعلا بس يا أخي عب لإسم نادي الزمالك عب لإسمك أنت الشخصي كلاعب إنك بتقدم مستوى جيد عب لطموحاتك حتى إنك تضم المنتخب مصر عب لطموحاتك إنك تحترف زي إمام عشور عب لأي حاجة حط أي هدف قدامك والعب عشانه لو مش علشان نادي الزمالك والطبيعي إنه هدفك نادي الزمالك وجماهيره لو مش عشان نادي الزمالك وجماهيره يبقى على قل لمصلحتك الشخصية إلعب لمصلحتك الشخصية مثل لما تلعب لمصلحتك الشخصية الزمانك هيستفيد وبعدين مكفاية زيزو مكفاية زيزو بصراحة يعني يعني مع كامل الاحترام لفريرة وأنا أقدر هذا الراجل حتى مع التعصرات الأخيرة وأقدر أنه مدرب كبير أنا عند رأيه هيفضل سابت بس يعني هو زيزو لازم يقطع نفس الراجل بيلعب كل المباريات نادي الزمالك ده لو نزلوا يلعبوا المباريات في دورة رمضانية هيلعب زيزو برضو كفاية زيزو يا جماعة ده مش مكنا ده مش جرافيكس وبلاي ستيشن ده واحد له اليقى بدنية وله مجهود وا 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 أنا حسيت النهاردة زيزو مش قادر هو بيقدي بالمناسبة زيزو من أكثر مش من أكثر هو أكثر اللاعب ينادي الزمالك اللي بيلعب بروح وإخلاص وضمير بس ما هو يعني ما هو له طاقة طاقة بدنية يعني ريح الراجل عشان عندك مباراة في منتقى الأهمية قدام شباب بلزداد يوم الجمعة ريحه ما هو خسر الزمالك النهاردة مش يحصل حاجة يعني ما هو مش يلعب لوحده برضو ما هو باقي لعيه كاية ما بتلعبش فريحه هو اللي ممكن يفيدك زي ما هو اللي شال مطش التراجع على كتافه هو اللي ممكن يشيلك في الشباب بلزداد فهذا كنت تريحه فغريبة أو بصراحة ما عرفش أنا إيه فرقة فرقة نادي الزمالك تبقى فرقة اللاعب الواحد زيزو كويس الزمالك يكسب زيزو وحش الزمالك يخسر زيزو هو اللي مفهود يعمل أسستات زيزو هو اللي مفهود يسجل أهداف زيزو هو اللي مفهود يرجع يدافع زيزو هو اللي مفهود يهاجم زيزو هو اللي مفهود يلعب يمين زيزو هو اللي مفهوض يلعب الشمال كل حاجة زيزو ناس يوب جول نفعش صراحة يعني والراجل في ريرة عشان شايف كل اللي بيلعبه في الملع ما بيقدوش فهو كمان يقول لك لا أنا ما عنديش غير زيزو فيلعب بقى لحد ما يخلص استنزاف مرعب لزيزو مرعب أنا مش قادر ألومه أنا مش قادر ألوم زيزو النهاردة المستوى ما كانتش جيد مش قادر أقول كده سواء كين مش قادر ورغم أنه مش قادر فبيحاول يقدي يعني اللي قلتم بارح اللي قلتم بارح وبعض الناس قلوا ليه مو أنت ليه دخلت الزمالك مع الأهل في جملة مفيدة بارح مو أنت ليه قلت ليه قلت لخسران خمسة لكنها هي واحد هي واحد وكلنا الخسرانين كرة المصرية الخسرانة لما الأهل والزمالك يبقوا بهذه الحالة يبقى الكرة المصرية هي الخسرانة وانتخباتنا الوطنية هي الخسرانين كواليتي سيئ سيئ عاسف يعني أنا عايف أن الجمولي الزمالك لا يا كريم لا احنا عندنا حسن لعيبة في مصر جمولي لا لا يا كريم احنا عندنا حسن لعيبة في مصر ما أنا ياسف يعني مو أنبي بيكسب الدخلية بيتعادل وكلها شوها بعض وبعدين بالمناسبة يعني أنا معيش الأرقام بالضبط يعني معيش الأرقام لو لك دي بس نديها بالمثل يعني لو رفيق قبو في أمبي بياخد 2 مليون جنيه في الموسم بالكتير يعني بالكتير يعني فغالبا غالبا سامسون أكنولا بياخد 16 مليون جنيه في الموسم قعد فكر بقى وشوف وقول لي ده هنا وده هنا في لعيبة النهاردة في أمبي مصريين بقى مش الأجانب مش المحترفين أحسن من لعيبة نادي الزمالك طب ده لي ياخد مليون وده لي ياخد عشرة وأنا بطفع لك عشرة ليه أنا نادي الزمالك ولا نادي الأهلي لما يطاعوا اللعيب في الموسم 10 و 15 و 20 مليون جنيه أنا بطهم لك ليه عشان تبقى فارق عن كل الناس في مصر وفي أفريقيا لكن انت زيك بص بقى اللي في الزمالك واللي في الأهلي زيك زي كل اللعيبة المصريين اللي في الدورة المصر في أي فريق وأقل من اللعيبة اللي موجودة في فرق أفريق وانت برضو بتاخد أكتر من الموجودين في فرق أفريق طب بتدفع ليه فلوس أنا كنادي بأدفع لك فلوس كل ده ليه ما بفهماش بصراحة اللي علاقة بالإدارة برضو وحسابات وترتيبات واتكلمت عنها أكترين برحة مش عايز أقرر الكلام طيب إيه اللي حصل في نادي الزمالك بعد الهزيمة النهاردة من أمبي إيه اللي حصل بين فريرة واللعبين تعالوا نشوف أولا فريرة طلب من اللعبين الهدوء تماما في هذه المرحلة وعدم الحديث خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة مصيرية يوم الجمعة المقبل أمام شباب بولزداد الجزائري بدوري أبطال أفريق معلش وقفين وقفين إن أرجع لي تاني عشان عايز أقول كلمتين في الجزائي دي بعض الناس مبارح بعد ما خلصت الحلقة وشفت ردود الأفعال كلها سواء إعلاميين سواء ناس على السوشيال ميديا كل الناس يعني فيه اتنين منقصمين فيه جزء هو اللي عمل زيائيات مبارح وطلع الطاقة ده جزء الأكبر سواء إعلاميين أو جماهير وفيه جزء أقل شوية يقول لك لا يا عم اسكت إحنا اللقتي في وقت مساندة الأهلي عنده مواجهة مهمة أمام القطن والزمالك عنده مواجهة مهمة أمام بولزداد لا يا فندم أنا ياسف والله لا شغلالة إعلامي ولا شغلالة مشجع إنه يساند ويدعم أصلا آه هم بيمثلوا مصر وافرح بيهم جدا إن شاء الله ربنا يكريمهم لاتنين ويعملوا للأسف اللي أنا هقولها دي للأسف المعجزة ويسعدوا بس أنا راجل بطلع أوصف حالة يعني الزمالك لما كسب التراجي نيجي نعمل فرح مش هتكلم بقى على اللي قبل ولا اللي بعد أنا هتكلم على حالة الزمالك قدام التراجي فرح نادي الأهلي رغم الهزمتين الكبيرتين في كاسة عامل أن ده بس اطلعنا وقلنا إن الأهلي عمل بطولة جيدة نصف الحالة نصف الحالة يخسر الزمالك يخسر الأهلي خمسة من ساندهونز هتلع أقول والله يا بص يعني هي مش مشكلة الخمسة وإن شاء الله اللي جاي أحسن ده غلط ده أصلا غلط طيب هاجا أقولي النهاردة الزمالك يعني مش مشكلة إيه تخسر المشكلة تخسر من إنبي هدفين في الدورة الممتاز عادي مش مشكلة مهم ده غلط دايب أنا كده ما عملتش دوري صح تمام المشجع كمان خد بالك بقى المشجع كمان مش دوره إنه يعمل كده المشجع ينفعل مع انتصارات فريقه بالإجاب ويزعل مع خسار فريقه طبيعي برضو طيب مين بقى اللي مسؤول يدعم ويتعامل نفسيا وا 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 الجايز الفني واللعبين يعني اللي عمله فريل إنه يطلع بعد الماتش يقول اللعبين طب بصوا مش هنتكلم عن الماتش دلوقتي نهدى عشان عندنا مباراة مهمة شاو بلوزة بقى تخلص بقى يحسيهم على كله براحته ده دور الجايز الفني صح ما تهدش الفرقة دلوقتي دور اللعبين إنهما ما يسمعوش لنا أصلا يعني ما يسمعش بقى ده كريم زعلان والجمهور زعلان وسين زعلان ما تسمعش ركز وعوض بقى الكل قول أنا هطلع أقول أنا هطلع ألعب عشان الجماهير تطلع تقول عني إن أنا كويس أنا هلعب كويس عشان الجماهير تقول إنه أنت عظيم اللي بيطلع على التلفزيون ده يقول إنه والله الفرقة دي عامت شغل كويس ده شغلك أنت مش شغل أنا الأمور فيها خلط مش طبيعي يقول لك آه ما أنت يعني دعمت الزماني دعمت مش عارف أنا اللي عايزين ندعم ده ولا ندعم ده احنا عايزين نفرح بيهم عايزينهم يشرفونا نحتفل بيهم ونهيس للصبح لما يفرحونا ويشرفو القرى المصرية خسروا هنقول لأداء سيء وكل حاجة سيء عادي ببساطة يعني نكمل نخش على سنية لعاب نادي الزماني اتحدثوا مع فريرة في غرفة ملابس الفريق بعد المباراة عن إجهدهم بدنان وعدم قدرتهم طوال اللقاء وهو ما اعترف به المدرب وأكد لهم على ضرورة غلق صفحة مباراة امبي والتركيز في لقاء شباب بلزداد سالسا فريرة لم يتحدث مع اللعبين سوى بهذه الكلمات وذهب إلى الغرفة الخاصة به بسحبة أفراد الجهاز المعاون وتناول وجبته الخاصة وأخرج لي المؤتمر الصحفي رابعا على مستوى الإدارة أصبح هناك شبه إجماع على رحيل المدرب البرتغالي فريرة وأن تكون الفرصة الأخية لهم مباراة شباب بلزداد وحال الإخفاق فيها والتعارض للخسارة سيرحل عن الفريق أما لو تعادل في هذه المواجهة سيكون هناك فرصة مازالت موجودة خصوصا وأن الفريق لن يفقد الأمل ولكن سيكون مصيره معلقا بنتائج الفرق الأخرى حال الإطاحة بفريرة سيدم أيضا رحيل الجهاز المعاون سواء المصريين أو الأجانب مع منح الفرصة للجهاز الجديد سواء كان مصريا أو أجنبيا الجهاز المعاون لبرتغالي فريرة كان طلب منه إراحة عدد من لعبي الفريق قبل مباراة اليوم على رأسهم محمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي ودونجا وسيف الجزيرة وسيف جعفر وزيزو أو على الأقل سلاسة لعبين منهم لكن المدرب رفض غلط صراحة فريرة رفض إشراك محمود حمدي الوينش بشكل أساسي لأنه غير جاهز بدنان إلى جانب زيادة وزنه ولكنه قررت دفع به في أشهد أساني وده كنت مستنيه في مباراة اليوم لعله وعسى يبقى جاهز للمباراة بلوزداد الوينش هيبقى مهم جدا حتى لو بنص مستوى بس خبراته مهمة مبين شوطاي المباراة انفجر فريرة غضبا في اللاعبين بسبب توضع الأداء الأمر الذي أغضب اللاعبين كبقى أبدى اللاعبين الذين تم استبدالهم دونجة وعبدالغاني غضبهم من الخروج مش نقصة يعني زعل دلوقتي أهو ده بقى الكلام محتاج تركز بقى للي جاي هناك حالة غضب بين اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية لهم في الفترة الأخيرة حيث وصل التأخير إلى أربعة أشهر للعبين والشهرين للجهاز الفنيو ودي برضو مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا طيب طيب أنا عايزكم بقى تحضرولي بعد إجدوك رابولي للزمائلة النهاردة كارات اتحاد الكرة المصري فيها حاجات مهمة جدا جدا إيه هي بقى؟ النهاردة اتحاد الكرة قال لك اللي هيضرب في الدوري المصري وش كده لازم يكون معاه الرخصة إيه لازم يكون معاه الرخصة إيه طيب هتقول يا جماعة الحاجات بتحضر الكرة زي ما قلت لكم لو سمحتم لازم يكون معاه الرخصة إيه طيب خد الرخصة إيه هتبقى موجود في الدوري المصري معوش الرخصة إيه هيبقى عنده مشكلة هيبقى عنده مشكلة كبيرة اللي هي ايه حاليا مش هتدرب ببساطة اللي هكوننا بالنادي فيه من فترة من فترة كارات معنا تعالوا نقولها يلا وبعد كده هشرح لكم برضو شوية التفاصيل كارات اتحاد الكرة المصري تكليف خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد وحاز إمام عدو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر الأول في ملاوي واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات عدوى المجلس بمرافقة بعثة المنتخب الأولمبي في زنبيا ايضا الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة لرعاية الاتحاد لمدة اربع سنوات تطبيق تصور مسابقات الناشيين لجميع المراحل السنية من خلال دوري المناطق ودوري الكطاعات ودوري الجمهورية بالاضافة الى منتخبات المناطق وايضا الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005 و2007 و2008 و2009 وده نقطة مهمة جدا اديني معايير اديني معايير واختر على اساسها مش اللي هو اختر اللي انا بحبه هايل هايل ده شغل محترم نشيد به يعني زي ما منطقت كثيرا دراسة تشكيل منتخب المحليين من مواليد 2003 ومبعدها للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأهم الأفريقية للمحليين بالتنصيق مع روي بيتوريا الموديل الفني المنتخب مصر الأول وده ايضا نقطة مهمة جدا ولو تفتكروا انا ديت بها كتير قوي هنا في برنامج رقم عشرة حلو ان احنا نشارك في البطولات دي السنغال لما لعبت في كلاس الأفريقية المحليين فيه تلاتة منهم رأوا احترفوا في فرنسا فلعله وعاسها برضو تبقى ليها افادة التأكيد على ضرورة حصول مدربة اندية القسم الأول على الرخصة ايه على أقل هم نكلم عن الدولة الممتاز الرخصة ايه الرخصة الرخصة التدريبية ايه على ان يتم الحصول على الرخصة برو اللي دي اعلى حاجة خالص يعني بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين يعني تاخد ايه الاول وخلال عامين تكون معاك البرو مع ضرورة حصول مدرب الناشئين باندية القسم الأول على الرخصة بي على الاقل على ان يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الاعلى التي تليها خلال عامين يعني بعد عامين يكون معاهم ايه التأكيد على ضرورة حصول مدربي اندية القسم الثاني على الرخصة B على الأقل وحصول مدربي النشئين بأنية القسم الثاني على الرخصة C على الأقل على أن يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين ولن يسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فرضا للرخصة C بالتعاون مع الكافة ومخاطبة الاتحاد الدولي لقاتل قدم فيفا لإفاد مطور فني للتعاون مع الاتحاد المصري وده برضو خط وجاية الموافقة على اشتراك منتخب مصر الكرة الشطائية في دورة بلاروسيا الدولية والدية أخصص الموجب للسعادة للكأس العالم وتشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامل حسين ومحمد بركاته حازي إمام أعضاء المجلس دي برضو نقطة مهمة جدا عشان نشوف الشباب والنشئين وقعد النشئين نشتغل معاه بشكل كويس الموافقة على إقامة المباراة الودية للمنتخب الانباء أمام نظيره السوداني يوم 18 مارس الجاري طيب دي كارات اتحاد الكرة طيب اتحاد الكرة بالمناسبة افتتح الدورة ايه او دورة الرخصة التدريبية ايه اللي هتبدأ ان شاء الله يوم لتنين بحضور 25 مدر بعد استمر الدورة تلت شهور تتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة يتخلى لها 48 ساعة تدريبية مين بقى اللي هتشارك في الدورة التدريبية دي 25 مدر مين هم اللي معهمش الرخصة ايه علي ماهر محمد عبد الكريم طبعا ما احفظ الأقاب للجميع عبدالزار السقا مجد عبدالعاطي وعادل مصطفى وامير عبدالعزيز وعبدالباقي جمال وحمد عبد المقصود وامير عمر النور وخالد علي ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وحمد عبد وخالد جلال وامير محمد ده عنصر نسائي وطارق سليمان وطلعت محرم وحمد ايوب وعمد النحاس وايضا عنصر نسائي اخر مريهان يحيى مع محمد كمال ورياض ومصطفى لطفي طيب انا عايز اقولكو حاجة كان فيه تقصير في الدورات دي في الاتحاد المصري خلال السنوات المضائية يعني المدربين دول برضو يعني مش هتقول مش هنقول لهم اتأخروا كويس من الاتحاد المصري انه يعمل كده وكويس المدربين يقبلوا على هذا الامر طيب مين المدربين اللي في الدوري المصري اللي معاهم الرخصة ايه يعني مين المدربين اللي في الدوري المصري دلوقتي معاهم الرخصة ايه عشان لو مش معاهم الرخصة ايه المسلم اللي جايبش هيشتغلوا مين بقى اللي معاهم ومين اللي مش معاهم تعالوا نشوف حمزة الجمل معا الرخصة ايه احمد سامي قدم ان هو يخش الدورة اللي جاية احمد ايوب بياخد الدورة الحالية عبدالباقي جمال بياخد الدورة الحالية الدورة عشان ياخد الرخصة علي ماهر بياخد الدورة الحالية عشان ياخد الرخصة كابت شاوي غريب واخد الرخصة ايه عمان النحاس بياخد الدورة الحالية عشان ياخد الرخصة ايه يعني دول كلهم هايبقوا موجودين معنا الموسم اللي جاية عادي كابتل ايمان الرمادي قدم على الدفعة اللي جاية الموسم الجاي هيبقى معانا برضو ان شاء الله كابتال العشري واخدوا الرخصة ايه كابتال علاء عبدالعال معهش الرخصة ايه وما قدمش على الدورة وبالتالي ممكن ما يبقاش موجود في الدولة الموسم الجاي لو ما خدهاش تمام المصطفى نفس الامر بتاع كابتال علاء عبدالعال كابتال حسام حسن معاه الرخصة ايه ده الموقف بالنسبة للمدربين يعني معظمهم ما كانش اصلا معاهم الرخصة ايه طيب نهاردة الدكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء التقى مساء اليوم بباترس متسبي رئيس الاتحاد الافريكي لقرة القدم كاف استعرضوا عدد من الموضوعات المهمة التي تستهدف دعم قرة القدم الافريكية لا سيما في ظل ما تشهده من تطورات ملحوظ خلال الاونة الاخيرة حضر اللقاء الدكتور اشرف صبح وزير الشباب ورياضة وفليون اومبا سكرتير عام الكاف وده كان الاجتماع ما حدث في الاجتماع ده ما هي تفاصيل هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد الشازلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب ورياضة يا فندم مشرف ومنور مساء الخير يا فصوص كريم اهلا بحضرتك يا فندم لو تسمح تقول لنا تفاصيل ما حدث اليوم لماذا هذا الاجتماع وما جاء فيه حقيقة طبعا اجتماع في غاية الاهمية سواء من ناحية الموضوعات الكتير اللي تم منقشتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور اشرف صبحي وفيرون سكرتير عامل الاتحاد الافريقي فتم منقشت كده سريعا يعني المقر الجديد الخاص بالكاف اللي حيتم ان شاء الله اقامته في شارع القاررة وعزا اقول لك يعني كده ان ده المكان الكاف هو نفسه مصر جدا انه يكون متواجد فيه بالقرب من العاصمة الادارية الجديدة نظرا لانه تعرف انها للحضارات الكبيرة اللي بتشهدها هذه المنطقة فتم منقشت كل التفاصيل الخاصة بهذا الامر والارض وكل القصة بتاعت البناء والانشاءات والخاصة بالمقر الجديد للاتحاد الافريقي للكرت القدم كمان دولة رئيس مجلس الوزراء استعرض واكد على دعم الحكومة المصرية لجهود القارة الافريقية في تطوير والنهوض بكرة القدم سواء ما يتعلق منها بالمنتخبات او البطولات او بالبنية الرياضية او بوجه عام بشكل ومشاركات القارة الافريقية في المناسبات القرية والعالمية في كرة القدم لكن خلينا اقول لك ان الاهم الحقيقة في اللقاء كانت الرسائل المهمة جدا اللي اكد عليها دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور او الشرف صبحي مع رئيس الكيف ايه هي رسائل دولة او الشرف صحيح كريم هي نظرة الدولة المصرية نفسها والحكومة المصرية لمنظومة الرياضية المصرية وخاصة ما يتعلق منها بكرة القدم واعتبار هذا الامر وده امر اكد عليه دولة رئيس مجلس الوزراء واعتبار هذا الامر ملف امن قومي للدولة المصرية وان الدولة والحكومة المصرية بتقدم كل الدعم وبتكالل كل الجهود الموجودة في مصر من اجل النهوض بمنظومة الرياضية المصرية سوما يتعلق منها بالمرافزات وتحقيق الانجازات على مستوى الاتحادات الرياضية المختلفة وخاصة من قط القدم او كمان ما يتعلق بتوفير البنية الرياضية الشاملة اللي الزاحب بتتمتع بها مصر دولة رئيس مجلس الوزراء كمان استعرض امر متعلق بيه البنية الرياضية المتطورة جدا اللي بتشاهدها مصر واكد كمان على التجارب المصرية المتميزة واللي سبق تنظيمها للبطولات الرياضية القرية الافريقية والعالمية وضرب حتى امثلة ببطولة كأس الهم الافريقية الكورت القدم في 2019 وبطولة كأس العالم في 2020 اتكلم دولة رئيس مجلس الوزراء كمان عن التفرط البنية الرياضية الكبيرة جدا اللي بتشاهدها مصر من استادات رياضية من مدينة مصر الألعاب الألعاب الأولمبية وصحية استفاد جدا في شرح المدينة مدينة مصر الدولية الألعاب الأولمبية واللي هي منشعة على مساحة ربعمية وخمسين فدان وفيها استاد بيها ساعة 92 الف متفرج كان لقاء الحياة في منتهى الأهمية جدا وبيعكس الحياة دايما حتت ان الدولة المصرية لها حريصة جدا على الرياضة الرياضية بواجهة نعام لكن في كورت القدم وتوجيه كل الدعم والرعاية الخاصة بالمنظومة كورت القدم المصرية والأفريقية ومن خلال الحكومة المصرية وكل المؤسسات المصرية العاملة في هذا المجال عظيم جدا ده حاجة مفرحة جدا وواضح انه فعلا الاجتماع كان مسمر جدا وكده كده الكاف والقارة الأفريقية تعلم جيدا أن مصر دائما هي المحطة الرئيسية لتنظيم كافة البطولات وكافة المنافسات وفي 2019 بس بذكر السادة المشاهدين لما لجأ الكاف إلى مصر أو حاول يبحث عن دولة تنظم كأس الأمم الأفريقية بشكل سريع خلال ست شهور كاية مصر تنظم هذه البطولة بأفضل صورة ممكنة بأفضل نسخة ممكنة لكأس الأمم الأفريقية يمكن على مدار تاريخ حقيقة طبعا وكمل معاك رس كريم لما بعدها بثلاث شهور بس استضفنا كمان بطولة كاس الأمم الأفريقية تحت تلاتة وعشرين سنة صح كانت تنظيم مبهر ومنتخب مصر الحياة يعني فرح كل جمال الكورة المصرية صحيح والنهاردة بنستضيف رغم الأسف يعني طبعا خروج المنتخب المصري لكن بنستضيف وكل الفرق وبتنظيم محترم جدا للشباب طبعا الشباب اللي موجود حاليا في مصر الفاس دي السنغال حيا بص يعني عايز أقول نقطة مهمة جدا في غاية العامية الحقيقة إن فيما صار بتعمل عليه أرش كريم وزارة الشعوب الرياضة فيما يتعلق بكرة القدم المصرية أصار منهم متعلق إن أنت لا يبد ولا يمكن أن نحيد عن طريق إنك تطور كرة القدم وإنك تدعم المنتخبات وتدعم كل الأندية خاصة في مشاركاتها القرية والعالمية لكن كمان ما ننساش إن فيه مصار تاني مهم جدا وحتى وإن كان هذا المصار الأول ومدى أهميته لكن لم يتحقق من خلال المطلوب لجماهير كرة القدم المصرية لكن أنت في المصار الأول انت حققت الحياة العالمة الكاملة أنت بتستضيف كل البطولات القرية الأفريقية في كرة القدم بتستضيف بطولات العالم في كل الاتحادات وفي كل اللعبات الرياضية على مدى من 2019 لحد النهاردة في مصر بتستضيف 296 بطولة عالمية وقرية رسمية بيجي على عرض مصر عشرات الآلاف سنويا من الرياضيين والمشاهدين من حق أكثر من 2 مليار مشاهدة في البطولات التي تم تنفيذها ترويج كامل ودعم الاستياحة المصرية مصاري الحياة مهم جدا نجحت فيه بكل اقتدار وجدار الدولة المصرية إنها فعلا يكون عندها رياضة قرية وعالمية سواء في توفير البنية الرياضية أو في استضافتها للبطولات الرياضية القرية والعالمية صحيح أريد سألك فنديم عن اجتماع آخر جمع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة مع الاتحاد المصري للكرة القدم ما إذا عن تفاصيل هذا الاجتماع اجتماع مع الاتحاد المصري للكرة القدم كان حريص عليه جدا الدكتور أشرف صبحي وتحدث فيه عن نقطتين في غاية الأهمية النقطة الأولى هي متعلقة بالمنتخب الوطني للكرة القدم ومشاركاته خلال الفترة الجاية وتحديدا مبارياته مع المنتخب من له خلال الفترة اللي جاية واتكلم كمان عن المنتخب الأولمبي والمباراتين الزهاب والقياب بتاع مباراتين بتوع زنبي الوزير الحياة شدت جدا وتحدث عن أن أهمية منظومة الرياضة في مصر لكن تضل كرة القدم هي السحرة اللي بيلتفح حواليها ملايين من أبناء الشعب المصري صحيح وخلينا أقول لحدك على الهواء كده أن الوزير شدت جدا أنه أصبح من غير المقبول تماما أنه يتكرر أي تجربة فشل بشكل أو بأخذ في أي من المنتخبات المصرية الرسمية وأن جماهير كرة القدم المصرية وهذا الكلام يعني معالي الوزير قاله صراحة لتحدث عن مصر كرة القدم لن تتقبل لن تتقبل بأي شكل من الأشكال أي إخفاق آخر يعني أنت ممكن يكون عمدت خلي بالك نحن مؤمنين جدا ومعتقدين تماما أن كرة القدم بالتأكيد فيها فيها فوز وفيها خسارة صح لكن في النهاية جمهور كرة القدم المن المصريين عارف كويس جدا أن أنت هذه الهزيمة وهذا الفوز أنت قدد كل اللي عليك أو لا أو كان فيه تقصير أو كذا هنا كان لازم الوزير تدخل بقوة جدا وشدد أنه لازم إحنا كدولة مصرية كحكومة كوزار الشعوب الرياضة هنوفر كل الإمكانيات الممكنة هندبر كل الاحتياجات الخاصة بالمنتخبات المصرية لكن على الجميع أنه يتحمل مسئوليات وعلى الجميع أنه يقف صفا وحدا خلف المنتخبين المنتخب الوطني والمنتخب الولمبي خلال الفترة المقبلة تأكيدا على أنه لن يقبل بشكل أو بآخر فشل أو أغفاق أو بشكل أو بآخر الجماهير كرة القدم المصريية تكون غير راضية عن الأداء خلال الفترة المقبلة تأكيد عندنا شهر مارس مباريات في غاية الأهمية وزير أكد عن أن سواء مباراة المنتخب الأول على السادة القاهرة أو المنتخب الولمبي على الدفاع الجوي نحن نوفر كل الإمكانيات وكل الاحتياجات كدولة مصرية بنوفرها المنتخبين لكن كمان سواء في المباراة الزهاب أو العودة لابد أن اتحدى مصر كرت القدم بكل مفردات وبكل جهاز الفني الإداري كل الناس لازم تقدر دورها على أجمل ما يمكن وبس لكل الجهد الممكن حتى لا يحدث أي شيء آخر لا يرضى عنه جماهير كرت القدم المصرية بالتأكيد أستاذ محمد الشازلي أنا متحدث باسم وزارة الشباب ورياضة أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة فعلا لن نتحمل لقدر الله لقدر الله أي تعصر أو فشل جديد لأي من منتخباتنا الوطنية خلاص مش قادرين ما ينفعش يا جماعة فعش ما ينفعش منتخباتنا الوطنية تظهر في بطولات تحديدا أفريقية بهذا السوق في أي مرحلة عمرية أنا تفهم وإن كنت لأقباله أيضا لما نشارك في بطولة عالمية لن نقدم الأداء الكبير ممكن لسا بعيد شوية على مستوى الكهار الأفريقية ما ينفعش نبقى بعيد هنازل نبقى في الريادة وفي الصدارة يعني بعد الفاصل هشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدارب حراس مرمى فرية مقرون العرب الحالي والنادي الأهلي السابق خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة أخرى هشرفني وينورني كابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدارب حراس مرمى فرية مقرون العرب الحالي وأيضا مدارب حراس مرمى النادي الأهلي السابق كابتن طارق مشرف من نورك العاد بنا يا كريمة كابتالك كريم سعيد بقودي معاك كلك عايز الحمد لله هردك بقى هردك سعيد وانا جاي دايما معاك بجد يا حبيبي يا رب يخلين تشرف دينا بنا يا كريمة ماتش مبارح انا انا بفرج على الماتش انا قلت الحمد لله انا مش في الجهاز الفاني المكونون العرب كمية الفرص صعبة طبعا انت اعتقد ضيعته اكتر فرص في الدولة الممتاز كله انا الفرص اللي ضعناها دي تكفينا الاخر الدوري ممكن نجي فرص جوية كتير مبارح ده فيه كورب تيجي في القائم وتمشي على الخط بعدين تطلع الناحة التانية طبعا فيه فرص كتير يعني لعبة كتير ضيعت يعني لعبة كتير ضيعت فرص كتير جدا بالضيع فاحنا في جنا في الوقت الضائع بقى كده احنا جهازة يعني شوية جهازنا ان مش عايزة تخش خلاص بقى سلمت بص مش سلمنا بس حاسيني ان كوربا مش عايزة تخش فيه حاجة فيه مشكلة هو فيه يوم كده مابقش بتاعك اه يوم مش يومنا حتى كبتشو قال لنا بعد المبرو مش يومنا هنعمل ايه بتحصل في الكورة ايه يعني احنا ما كناش موفقين في مبروات فرقو كنا مبرو الأفضل وضيعنا فرص كتير وبيجينا بيجي علينا ضرب الجزاء في الوقت الضيع فكان عايزين المبروات دي نخلص تلاتة بنت كمهمين قابل التوقف وكان سهل ان احنا احنا تلاتة بنت بس طبعا في مبروات كيه عادرة اقول لك مسي لا المولين مبرح عمل ماطشو هاش قوي فخلاص يعني خسرت عشان انت عملت ماطشو هاش بس انت فعلا مبرح عملت ماطشو كويس يا مدار محمد انا كمداري مدارشان هم اللعيبة حتى لا وكمان سمو احمد همش فرص يعني همش فرص خالص الكرة اللي جواها جول وشطة بمسافة بعيدة يعني ما كانش لهم فرص كتير يعني فلازم نتقبل برضو الجانب الكويس منها والحمد لله من ماطشات كتير كسبناها كنا كويسين فيها وفي ماطشات برضو هتتقبل بقى الجانب السلبي اللي هو مش ماشي خلاص اللعبة كتير مش موفقة يعني الجول مش عايز يدخل الكرة مش عايز يدخلش المرمة يعني صح فخلاص الحمد لله يعني كل شيء اول ما قلنا كابتن طارق سليمان معانا النهاردة والسؤال واحد من كل الناس سألنا كابتن طارق ماله محمد الشناوي ايه اللي حصل في محمد الشناوي هل محمد الشناوي أصلا عنده مشكلة ولا معندوش شفت ازاي محمد الشناوي بص يعني من فترة بسيطة كنا من لعب سندونز هنا في مصر صح ويتعدلنا اتنين اتنين وسندونز عادة مبارة كبيرة جدا جدا وكنا ممكن نقصر مبارة دي 3 و 4 سهل جدا جدا وشفنا فرقة كبيرة وفرقة عندها عناصر كتير كويسة وفرقة بتطلع بالكرة من تحت ومصر عليها فمن هنا انت شفت ان في فرقة لما تروح تلعبها هناك مش هتبقى فرقة سهلة مش كده ولا ايه صح شفنا الكلام ده هنا صح ولولا تقلق محمد الشناوي هنا احنا كنا قسرنا المبارة هنا قبل ما نروح نلعب قبل ما نروح سندونز قبل ما نروح جنوب أفراكي صح ولا انا بكلم غلط الشناوي هنا لأ طالق العامر المختلف على الشناوي لا ما نعارف لا أنا بس ايه يعني يعني بس عايز اتكلم في كام نقطة طبعا خاصة بالموذج الفني واللعيبة والشناوي يعني مش عايزين ايه فانت شايف ان الشناوي تعلق في مبارات الكاهرة وهو كان سبب ان الاهلي ما يخسرش ثلاثة أربعة من سندونز طبعا يعني والنتيجة واحد صفر الشناوي شال الجوال كانت ممكن تبقى اثنين وثلاثة وبعدها حتى ببايت يعني فانا قصد يقولك ايه ان الفرقة فرقة كبيرة جدا فواضح انها بتوصل كتير للمورفل فكان لازم هناك احنا انت الامور كان لازم تبقى متنظمة حسن من كده دفاعيا لازم طبعا دفاعيا والناس اللي في نصف الملعب كان لازم بتلعب ممكن تلعب بتلاتة سندرات هقولك على حاجة 2006 احنا خدنا بتوط افريق 2006 طبعا مع النادي الاهلي ايه منورو جزيه بيجونا ابو تريك طبعا احنا جبنا جول في الوقت الضيع صح فاكر مانورو جزيه لعب كان من دفيندر في نصف الملعب كان تلاتة كان تلاتة اه طبعا طبعا اللاعب في ماتش سندوز الفادة بتلاتة مين التلاتة حمدي فتحي أليو ديانج وأحمد الكندوسي أحمد الكندوسي برضو يعني كان حاجمية يعني لا هو ممكن هي القصة لو تسمح لي اخذ بقى القصة مش تلاتة بس على قد ما هي قصة واجبات واجبات اه هو الوجبات بتوع التلات دول ما كانش موضة ما كانش موضة كان لأ أنا جايلك معظم اللاعبة كانوا في حالة سيئة يعني معظم اللاعبة في المباراة كانوا في حالة سيئة وكنا فاتحين الملعب قوي يعني من العب من ال 18 لل 18 يعني مفروضة الفرقة الزيادية تدائي المساحات طبعا الفرقة زي ما انت شايف كيف تنقل كورة وبتعرف توصل بشكل كبير جدا وبنقلوه في المساحات ديئة جدا فانت كمان تبسع له المساحات وتمط ملعب من ال 18 لل 18 فكانوا موكن الفرقة النتيجة يزيد عن كده كمان يعني لو لا ربنا سبحانه وتعالى ان الموران ما خلصتش كان موكن يجي سادس و سابع سهل جدا يعني وشوفنا ده قريب قدام مع منشتسر رونيتد بيخسر من ليفربول 7 وعمل أحسن موسم تاريخي له السنة دي شوفنا ليفربول بيكسبان 2-0 وبيخسر ميريل مديدا 5 ليفربول السنة اللي فاتت خسر من أسلو فيلا 7 بالزبط فانا عايز اقولك ان في الكورة بيحصل الكلام ده بس مش مبرر لا مش مبرر اينا حتى لو في الكورة بيحصل كده لا 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 الاهل ما يخسرش خمسة بص بانا عايز بس نكلم في نقطة مهمة قوي يا كافران كريم اخد بالك انا بقولش كان الاهل يخسر او انا بتقبل الخسارة سهلة او انا مش زعلان او انا يعني بلق مبرر ان اللاعب ده تخسر مشارك كمان 5 و 6 انا عايز اقول لازم نغير الثقافة شوي احنا عندنا اخد بالك بالتعصب بيجي من هنا تعصب والتعصب ده بيوم رايح يعني يوصل لدرجة اعلك شوية تقص تلاقي يحصل مشاكل يحصل ناس تحصل لا قدر الله اي حاجة سيئة اي حاجة سيئة وده من هنا من فكرة انه ايه الاهل يعني لا يا جماعة ما هو الاهل برضو ما هو مش احسن من ريال مادريد الاهل مش احسن من ليفربول الاهل مش احسن من مشاستر يونايتد الاهل مش احسن من برازيل لما يخسر على ملعبه في وسط جمهوره في كاس العالم تخسر كام سبعة او لا تمانية سبعة او لا تمانية بس بس في نقطة ممكن اقولها اقول اتفضل اتفضل عشان دي كنا نتكلم فيها طيب تمام لما ريال مادريد يخسر خمسة ستة سبعة مانشستر ليفربول مانشستر سيتي كل الاسماء التي تقترب برازيل بتتكلم على اسماء فرق اللي قدامهم فرق على اقل زي يوم في القوة تمام انا بكلم هنا عن نادي الاهلي رجل محتكل كل حاجة في افريقيا النادي الاهلي كبير الكارة بمسافة المفروض بعيدة عن كل المنافسين عن مستوى الاركام مية في المية فالاهلي لما يخسر خمسة وهو النادي الاهلي الكبير او ده اللي بعيد ببطولاته عشر بطولات في افريقيا ارى واحد ليه خمس بطولات لما يبعيد او كده ويخسر بالنتيجة كبيرة كده مش مفهومة لك لما تكلم في فرقتين نفس القوة وفرقة النهاردة ما كيتش فيه ما هتخسر خمسة ممكن تعدي ممكن تعدي لك انا بس احنا ليه زعين على الاهلي عشان ده الاهلي ماشي حلو قوي هرد عليك برضو ردي يعني سهل جدا جدا رومانطقة جدا صدر كل حضراتك قلته ده يا كابتن كريم ده في التاريخ يعني ايه وحش افريقيا غول افريقيا تاريخ النادي الاهلي لا يقارن ابدا ابدا صح او لا كل ده تاريخ طبعا كل ده ايه تاريخ يعني منفعش اصلا سانداوز يخش مع الاهلي اصلا في في مقارن في مقارن في مقارن فرقة كدرات لعيبة فرقة كبيرة ممكن ما فتاخدش بطلاط لانه يه �د بالك في فرقة بتعمل أداء كويس جدا، يتعرفش ياخد بطولة، منهم صندوونز كفرقة الناس كلها تلوقتي ماسكة صندوونز لا هو مش حسن من الأهلي، هو مش تاريخه حسن من نادي الأهلي ولا عمره هيبقى حسن من نادي الأهلي وأقولك على حاجة ممكن نادي لقي ياخد بطولة، بكل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي و بكل المساوي اللي احنا شفناها في البارح في المباراة، نادي لقي ممكن ياخد بطولة طبعا هي مش فيد الأهلي، في حالة طبعا إن المريخ يتعادل ما يكسبش، سور الهلال يتعادل مع صندوونز، ممكن ياخد بطولة و ده وصل كويس جدا لكل الناس إن الأهلي ممكن يلعب صندوونز تاني، فأي دور من الأدوار اللي جاية ممكن ياخد بطولة، من صندوونز نفسه فاللي أنا عايز أقول لك فير أبتلعب، يعني العهل لو لعب صندوونز تاني يكسبه؟ الأهلي يبقى له ثلاث سنين على فكرة، بقى له ثلاث سنين بيجي فقرعته دايما المين؟ صندوونز و بيخرجوا، سواء في دور مجموعات، ما بيخسرش منه، يتعادل هتساني اللي فات لو في حالاتك، فيتعادل واحد هناك، وكسب عندنا أو تعادل عندنا برضو فأنا أزو أقول لك إيه إن النادي الأهلي فريق مطولة، الناس بس، بس أنا عايز ثقافة تتغير شوية بس في حتة إيه؟ عشان ما يبقاش فيها عصابية، لازم في، يعني حيث تتقبل الهزيمة، مفهوم طبعا أنا بقولش إن أنت طبعا تموت عشان ما تخسرش و تزعل، بس لما تحصل النتيجة، عايز بفيه هدوق شوية، ما يبقاش فيه، ما انكسرش في كله ما راح أنت بتفرج على مباراة الأهلي، والأهلي بيخسر خمسك إن شغولك إيه؟ بص أنا في قاقت ما بقاش مصدق، يعني إيه؟ مستغرب قوي إن الأهلي يخش في جونه واتنين وتلاتة، وتوصل لخمسة وكان ممكن تنتجها زيادا عن كده بس السوق اللي النادي الأهلي فيه في المباراة على فكرة من المنظومة بقى لو تكلمنا عن المنظومة سواء مدير فني ولا عيبة لا هم في حالة في حالة صعبة قوي كمك انت كشعورك يا رجل أهلاوي طبعا تنفعلت وتدقت أكيدا طبعا زعلان كان عندي مطش كمان احنا كان عندينا مطش مبارح فالمبارة بس كانت بدري يعني حقنا سبعة ومبارة تلاتة فقدرنا نتفرج على تقريبا وانتفرج على المباراة فطبعا بنزعل طبعا بس اخو بالك برضو ايه زابة بولك يا كابتن كريم الخسارة وردة في الكورة ونتجة كبيرة بس طبعا ما الاهلي خسرت لو حضرك فاكر من أنجولا فرقة من أنجولا بيتروات لتكو خسرت كان خسرت أربعة وفي القاهرة أربعة اتنين تاني وخاد البطولة يعني قصد أقولك أنا برضو مش عايز ألاقي مبرر طبعا لعابة ما كانش مبارح في موفقة ومعاهم برضو الشناوي هنكلم عن الشناوي طبعا نتكلم على الأهداف لو كلمنا طبعا على الأهداف مبارح قبل ما نتكلم على الأهداف اتفضل واحد دا واحد الشناوي فيه تراجع في مستوى ولا لا إجابة واضحة آه أو لا بص بشكل عام مش ده الشناوي مش ده الشناوي آه طبعا مش ده الشناوي يعني أنا الشناوي يعني كان لأ الشناوي كان بيشيل الأهلي في ماتشغات كتير جدا جدا وكان بيستعى الفارق دايما في كل المبارات مع النادي الأهلي دايما بيستعى الفارق وده الجمهور بقى إيه مستني من عشان كده بيزعل وعشان كده بص على قد الحب وعلى قد الجمهور بيتلعج السماء بس برضو الجمهور ده في لحظة برضو لما بيزعل بتلاقي رد فعلي صعب جمهور الأهلي يقارن الشناوي بالشناوي أنا شايف النسخة الحلوة العظيمة دي بالشناوي فدي مش النسخة العظيمة هو بيقارن نفسه أنا بيقارن شناوي شناوي أنت لديتني مستوى عظيمة عشان كي احنا بنقول دايما أن الأهلي هو شناوي جون مصر ولحد الوقت لحد الوقت اللي احنا نتكلم فيه ده هو شناوي رقم واحد في مصر ورقم واحد في النهان للأهلي بس شناوي مش ده شناوي مش ده شناوي خل بالك في غصة الماتشات الكتير دي مو معامل ماتش كويس قوي ماتش بس إيه مفيش استمرارية أنه نشيل أهداف صعبة كان بيشيلها كتير جدا في ماتشات كتير وكان بيصنع الفرج دايما مع النادي الأهلي عظيمة في ضربات جزاء وفي كور صعبة جدا كان بتشيكة كور إعجازية كان صعبة جدا كان بيشيلها صح فده حصل من الشناوي حصل مع الشناوي بدليل أن الزعل ده على قدر المحبة المحبة والفترة الكويسة أو الفترة الكبيرة اللي شوفوا الشناوي فيها بيجيبوا طوال نادي الأهلي الأهداف الخمسة قبل ما نخش على التفاصيل وتقول لي أني واحد فيهم يتحمل من الخمسة الشناوي كم هدف الأول والثالث الأول والثالث نسب نسب بص دايما أنا بقول أي جل بيدخل في حارس المرمى هي ضد نسب درجات يعني فنسبته كان في الهدف الأول والثالث كتير كتير جدا طبعا أنا بقول دايما في تسعين في المئة من الهدف اللي بتخل حارس المرمى بيشيل منها نسب مع هذا عشرة في المئة العشرة في المئة دي تنطبق على الثلاث أهداف اللي هو الثاني والرابع والخامس ما يشيلش فيهم أي نسب العظيم الثاني والرابع والخامس نسب فيهم يعني ما ينفعش حالي طبعا عرضونا جماعة لعطات من أهداف الشناوي بقى اللي حناك كنا بتفين إنما الأول والرابع الأول والثالث يشيل فيهم نسب عالية 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 طيب هارد لك لطي صور طبعا ما عناش لأسف الفيديوهات صور ده كان الهدف الكامل ده الهدف الأول الأول اللي احنا بننكلم عليه طبعا الكورم برضو متشاطة من مسافة يعني هو رجل طبعا لو في صورة تانية بعد دي كمان يبأفضل لا ديك خلاص كورم خلاص ده وصلت يعني هنا بص طبعا الشناوي أنا شايفه في الصورة دي في بطء في الأداء الحركة بتاعه في بطء في التعامل مع الكورم كورم خرجت من رجل الرجل رجل شارت من مسافة يعني برضا 18 بعيدة ستة يرضى أو سبعة يرضى برد الكوس برد الكوس اه ارتفاع الكورم برضو معقول ارتفاع مش صعب اه ارتفاع بالصعب يعني ومش راحة في أقصى الزاوية يعني أنا شايفه التعامل الشناوي مع الكورم كان فيه بطء اه فيه بطء في الأداء الحركة فيه بطء في الاستجابة الزهنية اه فعشان كده الشناوي تحس انه تعامل كده الكورم خلاص ايه دخلت اه يتحمل جوزء كبير من الكورم دي واحد وتلاتين متر دي يعني العدد اليارضات اكتر من الواحد وتلاتين متر خمس وتلاتين تعريبا هتزود كده مثلا انت تحت تلاتة يارضة اربعة يارضة كمان خمس وتلاتين يارضة فنتبتكلم في حوالي اربعة وتلاتين يارضة اه لان الكورم برد 18 يا كابتنين كريم دي اكتر من عشر يارضة يعني لو عملنا السهم كامل اول 18 لحد الراجل لحد السهم هو بيشو الراجل بيشوت اه تتتعدل 14-15 يارضة وقفت الشناوي هنا في الكورة دي يعني رايح شوية هناك يعني رجلي الايمين متأخرة شوية كان لازم يعدل جسمه شوية هنا يعني رجلي الايمين تطلع قدام هنا شوية حاجة بقى الاهم من ده كله ان المسافة دي كلها هل الشناوي مش شايفة كورة لا شايفة طبع شايفة جدا حتى يعني بص اقرب واحد للراجل اللي بيشوت فين من نادي الاهلي في بينه وبينه مسافة كبيرة فكده هيشوف يعني مش حاجة بالرؤية لا مش حاجة بالرؤية خالص ما يعملش محاولة بفي مشكلة صح مش مشكلة بيجرى صح يعني مفعش المسافة دي كلها ها والشناوي يوصل يفضل مكمل معاها بعينه بعينه لحد ما تخش المرمى صح يبقى عينيك مش هتطلع كورة مستحيل عينيك مش هتطلع كورة هل دايما بقول لي حالش كده حلو الوصف ده والله عينيك مش هتطلع كورة عمرها ما هتطلح صح المحاولة هيبقى فيه نسبة ولو نصف في المية أمل أمل ممكن كورة تطلع طب انت كورة مش هتطلع كيه وانت بتفرق بعينك عينك عمرها ما هتطلعها عمرها ما هتطلع انا براحك يا ابنطاري وانا بقول لي يعني بلوم عشينيه وبصراحة وانا بعتبر انشتهو زي زيك انه مازال افضل حارس وهم الحراس يعني بس قلت حتى بيهزار يعني طب يعمل ايدك كده واضحك علي يعني يعمل ايدك كده وتاخد ايدك واقول خلاص هحاول هي كورة سريعة وقواية بالمناسبة بس يعني بس ده أصدق بس لو عمل محاولة هنقول ايه ده عمل محاولة وكورة ساروخ وراحة في المقص وحاجات كتير قوي صح انما اننا اتفرج عليها هي ده المشكلة بس ضبط مشكلة كبيرة انا كالنفسي يعمل محاولة وبعد ما يعمل محاولة هنقول لا ده راح وعمل محاولة ولكن الكورة ايه صعبة كورة في المقص بس برضو هيتلام يعني اخد بالك يعني ومش معنا عمل محاولة ان هو كده وما يتلامش في الكورة لا يتلام برضو لان الكورة بمسافة بعيدة فالمسافة دي تسمح له ان ينقل يوصل للكورة ويعمل محاولة والمحاولة دي تبقى بالنسبة ببيرة جدا ممكن الكورة تطلع عشان المسافة هو كمان قريب يعني مسا مش بأي انا بس احنا ديما بنقول احنا المهج بتاعنا بننعب بي لما جانا قول دلوقتي على الكورة زيديك هل الشناوي يعني متقدم لا مش متقدم يا رجل بينه وبين الكورة بينه وبين الخط المرمى تلاتة يرضى او اقل ومش بعيد عن الكورة طب هل هو سايب الزاوية يعني فتح الزاوية قوي هناك لا زاوية اليمين لا مش مفتوحة فالتمركز بتاعه ممتاز يعني التمركز ممتاز جسمه يعني وضعية جسمه وضعية معقولة جدا جدا طب كل حاجة كل حاجة انت عملها صحش هنا يوم عادة ان انت ايه خدت قرار ان انا نعمل ايه ان انا نعمل محاولة ما خدتش قرار ليه بقى يعني ما ليه دي اكيد عند الشناوي الاجابة بس تفسيرك انت تفكير زي دي يعني مثلا مفيش حاجة برؤية ومعتقدش برضو ان مثلا مثلا يعني ان هنا الشمس مضايقية يعني مفيش اي حاجة ما تخلوش ياخد محاولة الا دي اللحظة سرحانة وعدم تركيز ما هو الحالة الوحيدة لان انا اقول ان الشناوي عملتش بحاولة ان ممكن تفكر ان الكرة بر ودي تبقى برضو مشكلة لان الكرة مش يعني دايما ايه يعني اصل الكرة مش بقى كرة حتى ما خبطش في القائم وطلعت اقولي انا تقدري بايه يخني ده كرة داخلت المرمى بدون ما تلمس للعرضة ولا القائم اه فيعني يعني يعني ما ينفعش أنا في كرة زي دي متشاطة وانا بتقديري لها ان الكرة ايه بر ان الكرة بر لا مينفعش ان الكرة الكرة هي راحة بين ايها يعني حتى في خط بالك انا وانا قاعد بتفرج عشان الشناوي ان شاء كامت بر فانا قلت ان الكرة جاي في الشبكة من بر اصلا ما متوقعش انها جول عشان الشناوي ما عماتش ام koll عشان انا مستعر بان الشناوي ما عماتش ام koll فقالت ان الكرة دي برا برا انا الكرة جاي في الشبكة من بر عشان مع whole intelligence الشناوي ايه واقف واقف وبعدين انا مخدتش بالي ان الكرة Limited لقد practive lift تحتفل بالهدف الله ده جول ده كرة دخلت يعني أنا نفس استغربت استغربت من فكرة إن الشناوي ما حاولش على الكرة دي طبعا كانت المشكلة الكبيرة في الهدف التالت طيب السؤال هنا أنا عايز أحل الجنة والسعود هجيبهولك الكرة دي كمان دي أين كرة يا جبعة ده تقريبا لا دي كرة عرضية تقريبا بس طب تبعتنا كمان حلا بعد هجيبنا حلا بعد جول الجوان اللي بعد كده يعني ده جول الراجل اللي لمسهب بدماغه وجات للراجل طبعا انفراض صعب جدا الشناوي ما قدرش يعمل لها حاج ممكن يعمل محاول بس طبعا صعبا مسافة قريبة قوي خبالك الكرة مشت وقربت من خطة الستة وبالراجل حطها على يمين الشناوي فهدف صعب ما قدرش هلوم الشناوي فيه أبدا يعني أنا قلتك الهدف التاني والرابع والخامس صعبين جدا على الشناوي صعبين جدا وعرضو الهدف الرابع لو نجيب الرابع بقى كمان الهدف الرابع نجيبه بص حطها صعبة يعني مسافة قريبة قوي دي الكرة برضو بتاع التصوية بس من زاوية تانية ده بس ده جول التالت بص المسافة الدقيقة كبيرة مسافة كبيرة هاي المشكلة هاي تكلم على السورة اللي بعدها كمل الهدف الرابع بقى بص هي دي اللي تتكلم عنها بص يا كابتن كريم الكرة فيه مش راحة مش راحة في المقص هناك يعني كرة قريبة يعني هي دي المشكلة بس ان الشناوي كان لازم يعمل محاول انا افهم الحريس لما يبوش على كرة زي جاء منشوفها عالميا حتى كرة بعيد عنه قوي وجاي عكس اتجاه وجات على السابتة وفي تفاصيل كتيرة قوي تخليك مهات طبعا مش دي مش دي اللي شناوي يعني ايه يعني يتفرج عليها بعينه هو ده لا لازم يعمل محاول صح لازم يعمل محاول صح طيب الكرة للكابتن ده جون الرابع ده الهدف الرابع اه امشي بقى رجل طبعا استلم بداخل التمنتراش الشناوي طبعا طلع للراجل حطها صعبة قوي على يمين الشناوي صاروخ يعني هدف صاروخ يعني فما قدرش هلوم الشناوي مكانش محتاج يخرج بدري شوية لا هو كان ممكن يبقى من ارجع وارجع بقى ارجع الصورة ارجع الصورة لقبل كده لا كان ممكن الشناوي والرجل والراجل ده لا والتاني التاني اللي حطها له كان ممكن الشناوي بقى قدام شوية من بدري بس طبعا بس هدف صعب يعني صعبة صعبة اذا ما انت قلت كل واحد حارس بيتحمل جزء فممكن دايب 10% بكتير اما انا بقول لك عشان كده يعني ما مقدرش يحمله في الهدف ده طبعا اه راح يعمل البلوكة على الراجل الراجل حطها صاروخ صح يعني في ارتفاع هنا ارتفاع صعبة اوعة للشناوي يعني انفراض مسافة قريبة الراجل ما عدي نقطة للجزاء كمان يا كابتن من الجنب شوية بص راح تفين شوية صاروخ بوش رجله فعني هنا الشناوي راح يفل عليه وعمل النزل للكورة بس طبعا الكورة صعبة مادرش الهدف الخامس طبعا هو رأس رأس محمد عبدالنعم تقريبا فبعد ما رأس محمد عبدالنعم الشناوي لو جاهزة معنا لنعرضها الهدف الخامس هتيجي دلوقتي طيب ومالك احنا كنا رجعنا المبارب قبل الهدف ده ما ييجي قبل الهدف الرابع ده ما ييجي احنا كنا رجعنا المبارب التلاتة اتنين والاهلي كانت فيه كورتن بالعرض عدوا من جوة الستة اي لمس اللي هجول كانت ممكن بقى تلاتة تلاتة وبعدين فجأة طبعا في لحظة كده برضو سرحان من اللعيبة فيش تركيز اللعبة دايما في الخلفة فاضية اللعب بيبص على الكورة وسايب الرجل في ظهره لعيبة كتير بقى يعني اسعالها بقى كده معظم اللعيبة حتى في نص الملعب كانتش في حد كويس في المبارب طيب عارض لك الكورة بتاعت محمود ابو السعود كمان انتك تعيز تعلق عليها طيب على الهدف هدف سموحة هدف سموحة طيب عارضونا جمع الحالة بتاعت سموحة دي جاهزة معنا اهي جاهزة هنا طبعا الرجل عمل بصو وابو السعود رجع بس طبعا كان محتاج ابو السعود طبعا كنا عمل البند يعني لو عيدناها تانية طبعا كرة سريعة طبعا تعرفت الارض طبعا فيها مية والارض انما انا كنت كان لازم ابو السعود يبتحت شوية عن كده اه ارجع شوية هو الرجل طبعا شايت من المسافة برضو من المسافة مش قريبة بس ابو السعود كان مراحل شوية مراحل شوية هناك والسكور عمل البند وعدت من فوق ابو السعود بس تكن لازم ابو المسافة يبقى جوة الستة ان agل اتنين تلاتة متقدم شوية ومرحل شوية اه متقدم شوية ومرحل شوية اه متقدم هناك شوية اه ومرحل شوية ما عليش رجعه كرة تانية عشان أسأل الكابتن طارق على حاجة هو طبعا لما هو فيه اكتر منه ier أقف بقى هنا أقف هنا أقف هنا التصور أكابتن طريق عين نابو السعود راحت للرجل الجراح اليمين دوت وحبي قرب له أبس ده مش صح أنا فاق أنا بقولك أنا بفاصل ما أنا سألته قال لي كده قال لك كده أه طبعا زي ما حضرك بتقولك ما شاء الله يا أنت بقيت دولة مجرد حراس مرمى حبيبي يا رب يتعلم منك طبعا إيه عشان الرجل اللي هناك فاضي برضه ومسهل إن الرجل ده يمشي يعني يمشي يحطها له هو اشتغل على التوقع لا لا بقى أن يبقى متقدم شوية عشان لو تحطط له يقدر إيه يقفل بس طبعا إيه امشي بقى شوية كمان كمل كمل شوية كمان أقف بقى هنا أقف هنا أقف الرجل هنا بيمرجح لا بيبرجعش خد قرر الشوت فس واضح إن هنا أبو السعود كانت راحت معجلة خد قرر الشوت من هنا كان لازم أبو السعود بسرعة جدا خل بالك أنا موضوع إن أنا أستلم ومرجح رجلي دي دي بالنسبة لي إيه وقت طويل لا وقت بالنسبة لي ده وقت والوقت ده على فكرة مش قليل غير في القرار لا لازم أعد من وضعية جسم من وضعية تمركزي لازم أعمل إيه بقى الوضعية دي كده أنا بقول طب الرجل ده أخد بالك الرجل ده لو شط وكرة دي عملت كربات من فوق أبو السعود أبو السعود هيبقى مرة المرمى مش برة المرمى تبقى صعب عليه جدا هتبقى أبو السعود وقف في مكان الكرة في إيه الكرة في عالية فتعمل مشكلة أبو السعود هي طبعا شط على الأرض عمل البند في الأرض وصعبتها على أبو السعود شوي لو أبو السعود بقى وراء ثلاثة يارضة أربعة يارضة بص امشي بقى كمان بص امشي 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 كمان بص الكرة عملت ايه معدية من فوق إيد أبو السعود مش بعيد عنه بس البند طبعا اللي صعبها على أبو السعود بسعود تسمح لبسعود أن يحط إيده بعد كرة معلية من إيه؟ من البنط كانت تبقى أسهل من كده إنما الصابت على بسعود شوية دهيت تجيب دينا كل الأعلى أنا أزور حاجة بس بقيد عنك خالص فضل بقيد عنك حتى مش عايز لو مش حايب تعلق عليه هاي بس أنا إذا عاينا على ملعب المقاولين ملعب المقاولين ده واحد من الملعب التاريخية في مصر المفروض يبقى فيه تطويل أكتر من كده يعني الأرضية مش جيدة حتى الشبكة الكرة بتعدني منها يعني هي طبعا أول مرة أول مرة بتحصل موضوع أن الشبكة بقدر نظر على الشبكة دي بس ده المقاولين كملعب ده أتأكيد أنت عارف أنه الملعب من الملعب التاريخية في مصر أه طبعا لا أتلعب عليه نهاء أفراكي 2013 أه أحب إدارة نادي المقاولين يهتموا إن شاء الله في المسابق بص عيد لي بقى عيد لي معلش إرجع تاني بقى باللقطة دي كده إرجع شوية معلش إرجع شوية نفس الكدر ده لا هات اللقطة هو عايز يجيب لك يعني الرجل التطمن على الشبكة وطلعت مخرومة يعني امشي بقى امشي بالكدر ده كده بص يا كابتن كريم بقى كورة امشي كمان كمان عايزك تشوف الكورة لما عملت بند في الأرض عالية بس تعمل مش ده مش مبرر بقولش إن فيه مبرر لو امشي كمان بص كورة عالية قدي بص العلوي بتاع الكورة ده صعبها على أبو السعود لو أبو السعود بقى تحت تحت خط الستة باتنين تلاتة يارضة لما تعمل بند هيبقى فيه مسافة بين البند وبين نين وبين أبو السعود فأبو السعود ده اللي بحط إيده هنا إيده تبقى فين تبقى فوق تبقى فوق فتبقى كورة تيجي في إيه؟ في كاف في إيده إنما لا شك إن أبو السعود هو واحد من أفضل حراس مارمى موجودين في الدور المصري الموسم ده عظيم يعني ده أول أول يعني بيستني تشوف في المنتخب المصري الجاني؟ أتمنى أتمنى أبو السعود يبقى موجود في المنتخب المصري على أداءه ومش مباراة يا كابتن كريم أنا قلت الكلام ده على منظر الموسم صح على منظر الموسم في أكتر من 22 أو 23 مباراة أبو السعود واحد من أفضل حراس مارمى موجودين في الدور المصري بجد طيب إن شاء الحاجات صعبة جدا هايزارجع هايزارجع قبل مراجع مقتم مع حضرتك لمحمد الشيناوي تفضل محمد الشيناوي عيب عنده مباراة ملاوي في ملاوي بالنهار محمد الشيناوي عنده مشكلة بالنهار فممكن ما يلعبش أنت كمدرد ممكن تقول مثلا الحارس ده حارس كبير آه بس عنده مشكلة في اللعبة بالنهار فبلاش يلعبش لا ما ديش مشكلة تماما يعني صادف إن الأهلي لعب مباراة دي بالنهار بخسر بس إن الأهلي لعب مباراة دي بالنهار وشيناوي صدر بالجزاء فاكر المباراة دي ده إيه ده رجعه من السودانة على أصوات شيناوي وقتها تقلق في المباراة دي يعني دايما بيبقى في مشكلة بالليل لما يبقى أنت عندك مثلا في حد ما في مشكلة مثلا في النظر ولا حاجة دي الكرة الخامس طبعا ده الخامس طبعا بص بقى هنا تباركة الشيناوي ممتازة الرجل رأس محمد تاليب محمد عبنة عمنا مش متأكد يعني وبعد ما عدى بينه الشيناوي طلع عمل نزل برجليه عشان يقفل طبعا الرجل كان أسرع وحط الكرة إيه من تحت رجلي الشيناوي صعبة يعني فما درش هلومه أبدا في الجنة الخامس يعني طيب فبالعبس هتتفاجئ لو شفت محمد الشيناوي مريح شوية مع الأهلي لا لا مش هتفاجئ يعني ده ممكن وارد يعني على فكرة ممكن يأخذ يأتخذ قرار المباراة القطن دي عدو صيبة موجود فيها وأكيد واخد بالك ما أنت ممكن الشيناوي يريح والراحة دي تبقى فايدة بالنسبة لها تبلغى لحظة وسيناوي عادي ده يأتخذ فيه ولله مطش القطن هتشوف إنه قرار عادي ولا قرار خاطئ لا لا ممكن يبقى قرار مش شيف قرار خاطئ لا 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 خالف قرار عادي لا 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 يعني حسب بقى بص مهاجيبت راجع بقى أنا ما عنديش تفاصيل كثير جو طبعا لا بمعنى إيه بمعنى إيه لا أنا بأس ألت علي لطف مثلا أنا شنأخذ قرار لنعلي لطف لعب هل أنا مجاهز علي لطف فنيا ونفسيا وبدنيا لازم العجلة كلها هو لا يبقى جهاز فني عارفك ما هتضل قصد عليها بقى عليها بتفرق بتمرينه عامل إزاي صح طب جهازيته أخذ بالك بالجهازية النفسية والمعنىوي دي مهمة جدا طبعا وفيه طبعا جهزة فيه تجهيز بدن يبقى وفني وحاجات كتير قوي لازم الجولة تانية يبقى جاهز والجولة تالية يبقى جاهز وأنا هتبقى تعلم مع الشناو بقى إزاي كمان لازم أعود مع الشناو وكلم مع الشناو جول كبير أم توقع حالته المعنوية والزناو التي وانتقادات كثيرة بص أنا أعني أقولك على حاجة بص إحنا إذا ما أنت عارف العالم بقى دي كده فأي مكان في العالم صح بتوصله سهل جدا طبعا لأ أنت توقع شخصية الشناوي يتعامل إزاي مع هذي الضغوط مش أول مرة يعني برضو في نفس النقطة اللي بتتكلم فيها دي كانت بعد بوراة الهلال صح يعني نفس اللي حصل ده بالذات بعد بوراة الهلال وحصل العامل موجود في النادي الأهلي يعني بص إذا ما بقول دايما ح ليس مرمى لازم أنت في النادي الأهلي وأنت كبرت قوي 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 في النادي الأهلي وبقت عندك تاريخ كبر جدا في النادي الأهلي لما جيت من بترجيت كنت تقول بتروح حتى لو كلこと فتروح منتخب مصر كنت تروح ثالث أو رابع يعني ما انتظاهر ولقابت سنين برا النادي الاهلي ولقابت ابترحت لفتل الحرص الحدود ولقابت طلع الجيش عندها محترمة جدا بس غير النادي الأهلي أنت عملت تاريخ في النادي الأهلي بقى حمد شناوي نجم سوبر ستار في النادي الأهلي يعني تاريخك ده كله عملت في النادي الأهلي فكل التاريخ ده لما بيحصل بقى إخفاق و لما بيحصل خطأ أو بيقى فيه هجوم عليك سواء من السوشال ميديا بقى أو من الإعلام أو من جمهور النادي الأهلي لازم تتقبل الكلام ده ما ينفعش أبدا أبدا أنا بقى شخصية ضعيفة و ده يشوف نام عالشناوي عالشناوي رغم بيحصل هزات بيحصل هزات طول ما أنت بتلعب كنت دائما أقول للحارس المرما بقوله مش عايز تغلط يقول له أنا أقول لك على يعني لو فكرة ممكن ما تغلطش أبدا يقول لي يا كابتا قول أقول له تبطى الكورة مش هتغلط صح وبصلت حياتي مش عايز تغلط أنا أقول كده يعني كل بالك أنا بشيل من عليه ضغوط أنا بقول له يعني مش معنى كده برضو أقول له أنت عامل زي الطيار الغلطة بفورة الطيار ما ينفعش بعنده خطأ وما خطأ دي بقى الطيارة هتقع بالزبط فعامني فبرضو نفس الفكرة بس إيه بس أنا دايما أعنى صعب عايز الخطأ يبقى عزيز قوي الخطأ ده يبقى بص لازم أبقى بعمل كل حاجة صح تركيزي 100% تمريني 100% كل حاجة عملها 100% وبقى التوفيق ده بتعربناه مزبوط كابتري دايما بتشرف دايما بتنور دايما الحوار معك ممتع جد بناء كلمة كابتري كريم أنا اللي بشكرك وكل سنة وحضرك طيب وحضرك طيب وبخير ونذب طبعا شهر رمضان يا رب ربنا أيضا كل سنة وشعب المصري بخير وكل سنة يعني كل الناس يعني الواحد إن شاء الله شهر كريم جمهور نادي الأهلي وجمهور الزمال كل الناس يعني طبعا أكيد يعني لما هن نقول كنت طبعا نقول السيدة الرئيس كل سنة طيب وشعب مصري كله طبعا ربنا إن شاء الله يوفى إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيك كابتر سليمان لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الكباتن الكبار كابتن عمر الحديدي كابتن كريم زكري خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونوارني الكباتن الكبار كابتن عمر الحديدي كابتن كريم زكري كابتن عمر مشرف ومنوار حبيع أكيد مربوان أخلي حمد الله ربا كابتن كريم نورة ضريعة نورك خريب وانت طيب وكابتن عامل خصوان طيب وكابتن عامل خصوان طيب لبسامة حلوة دي اكيد مجادش موجودة مبارح صح ولا غلط طبيعي بص ان مش هقول لي مش موجودة انا ازعل على الندية بس انا مش هعيش على مبررات حوالي وانا بفكر في نقطة مهمة جدا انا بفكر في المباراة وفكر في المباراة تانية وهيعملوا ايه اصلح المرض المزمن اللي عندي الاول اعالجوا اللي هو الحتة اللي في العمق انا مش هتكلم على منشستر وهتكلم على رفاربول ليه بتكلم تملي على البعيد اتكلم على اخطائي المكررة وازاي تعالج تدريباتها خاصية احنا قلنا نفسي جبنا دكتور قلنا ربط مامل لعيبة اول مرة اختلف اربع شهور كاملين وكان كريم بيبقى موجود معايا اول مرة كولر يدير المباراة بفكر ضعيف انت بدأت اول عشر ده انا قلت اول عشر ده النادل الاهلي خرج من العشر ده بتوع الضغط هيبتدي يستحوز كل حاجة المتشاط اللي زي دي انت بتلعبها بفكر لو رجعت للذاكرة وحللت مباراة مسماني اما كسب 2-0 وتعادل في سان داونز واحد واحد بتبا حكي معاك كريم ان انا قفلت الجيم المتشاط اللي زي دي مش ماتش الكندوسي ولا افشا ولو طاهر انا بلعب واحد عنده نبدي نقلني وهو تاو اكتر واحد خط درجات على مستوى تقييمك اللعبة النادل الاهلي كلها وحط فيروض هجام يسند للراجل ده واملى نص الملعب بمجموعة لعيب استحوز بها ولعب بتلاتة ومش عيب انه غير طريقة اللعب ان القماشة اللي عندي تنفع تعمل ده امكانيات اللعبة اللي عندي تنفع تعمل ده اه اه رامي ياسر محمد عب منعيم في مشكلة اقول لك حلها وكنت بتنايش انا وكريم عليها ودي طاهر باكرت ودخل محمد هاني جوه لو انت الان من ياسر ابراهيم طاهر محمد طاهر لعب باكرت اه لعبها قبل كده اه اصلا انت هتحسبها انت بتاعب بخمسة الهجوم هيجي عليك باثنين اطراف عشان تسيب محمد عب منعيم يلم الحتة دي فاتشاف انه مبارح هو بس مرس الكورة ما تعملش مع المبارفة انها جاي بس اللعيبة ما عندهمش مشكلة هو قالك لا هو قالك بص هو بقولك انا جزفت اه مجازفة بعدم توفيق للحضاشة اه انت لو قيمت هتلاقي نفسها بكتبت ادنين تلاتة اثنين ونص واحد ونص ناس زيرو خمسة بارسة او مثلا هتبقولي الكلم ستة اه هو الوحيد اللي عنده بس حلول فردية صح مفيش اللعب الجماعي مش هديف حاجة انا واخد باخد الكورة مهما اخدت الكورة من نص الملعب انك عارف على الاغواء ومتربي في المكان ده وهقد اشتغل بالمهارة هتيجي مرة وهتيجي التانية مش هتيجي التالتة ورابعة والخمسة طيب كابتا كانين شفت المباراة دي ازاي مبارح ليه الاهلي يخسر خمسة تتكلم على الاهلي يعني الاهلي كبير الكورة الافريقية بالبطولات والتاريخ ليه يخسر من صندق من خمسة عشان احنا عايشين على التاريخ يعني للأسف انا ممكن نتكلم في الفنيات من هنا لجهر لكن مفيش حد بيتكلم على العلة اللي موجودة في الكورة المصرية انا شايف ان الاهلي وزمالك هم بروازل بروازل الافريقي بالنسبة لك او البروازل في الوطن العربي او في العالم عموما اهلي وزمالك فهما تجي قائم اهلي وزمالك بالنسبة للسنغال بنشوف سانداونز في جنوب افريقيا بنشوف المغرب عملت ايه ما تجي قائم الكورة في مصر لا احنا بنرجع ما بنطلعش صدقني واستحال ان انت برضو تطلعوا على اللعيبة انا شايف كل الهجوم على اللعيبة 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 لا النهاردة انت دايما بتخلينا سوق والطريق فاضي مرة واحدة بتخلينا سوق والطريق زحمة اكيد انا هعمل حدثة ده اللي بيحصل في الكورة المصرية سواء لعبة محليين او لعبة دوليين يعني انت لعبة مظلومة؟ بالنسبة الجرية مظلومة طبع ليه؟ عشان الدور كله دوري شركات عشان الدوري كله من غير جمهور انت النهاردة بتلعبني والاستاذ فاضي اخرج كم مشجع بيخش الف اتنين خمسة اللي بيقاف في جمهور انا كسل سؤال ببسيط انا نعلم في المقاطعة يعني هل الجمهور مش موجود وان كان يعني بقى فيه شوية جمهور بس يعني الجمهور مش موجود خالص هل ده ليه علاقة انه لعب لما يجي بص الكورة للجم ومعافش بصيحة مية يستلم الكورة معافش يستلمها اه طبعا العلاقة النهاردة انت لو بتسوق انا بس بكلمك على الاساسيات انا بكلمك على الاساسيات اللي انت بتعلمها والدنيا فاضية اي شغل بتعمله تحت ضغط انت معرض للفشل اي شغل بتعمله انت مرتاح نسبة النجاح كبيرة جدا اي مجال انا بكلمكش فكرة بس اي مجال انت مضغوط فيه ورد الاخطاء بتبقى كتير جدا عشان انت دايما اتضغط عليك لكن ده ما بتققى مرتاح بتطلع شغل كويس بتطلع شغلك احسن حاجة بالمناسبة او الاهلي اربعة فاينا الاخر خمس سنين في بطولة افريقيا ومافيش جماهير مفيش بي خالص بقى بس كنت بتاخد افريقيا النهاردة همتخدش ما هو يعني لا واحد اتنين واحد اتنين ومن غير جماهير ما هو من غير جماهير لكن النهاردة انت بتتكلم احنا سنة ورد تانية انت بتبعد سنة ورد تانية المستوى بيقل سنة ورد تانية منتخبك بيبعد وفيه منتخبات كتيرة جدا كانت بعيدة النهاردة سنة ورد تتكلم من اربع سنين كانوا فين ودلوقت كرتهم بقت عاملة ازاي ليه انت بتتكلم في دور محترم في جماهير كتيرة جدا بتخش للمدرجات دي جزء ايه مهم جماهير حط النهار على جامعة ايه المشكلة تانية يا كابتن عمر يعني اعتبارنا انه غياب ان الجماهير متبقاش كاملة في المدرجات ده ممكن يقصر على اللاعبين ايه المشاكل اللي في الكورة ممكن يا كريم اقول لك اللي انت كنت تسألها الكريم ذكر الدقتي وهي اهم حاجة روح النادي الاهلي روح الفلنة في الملعب وانت نازل لو انت بتسخل انت هدفك ايه فين طوب الاسد فين المفلات الهجومي فين الشراسة الهجومية اللي تخليك انت حاسس بدأ حلوة طوب الاسد دي اه فيه ايه طوب الاسد اه هو لك الحاجة هو النادي الاهلي على مدار سنينه ايا كان اهلي وزمالك انت قد تفكر في ايه قل لي كريم وانت بتلعبك وتفكر في ايه لان انا عارف فرود ما يجيبش جون انا عارف فرود كريم ازاي اجيب جون انا شغلتي امنع هدف اه وانت ككريم فرود تجيب هدف اه بعد كده اي حاجة كنا بعمل شغلي كريم وكريم بيعمل شغلي وبعد كده نكلم بعض الربط القرب المدير الفني بيشرح على صبورة ايوه هتديله شغل بس مش هديك تطور وابداع انت اللي هتعمله في الملعب انا مش جايب انسان آلي بس في نفس الوقت وانت شغال الربط ما بينك ومينهم قاله ديانج عندك مشكلة انك هتسافر انت كده كده مش هتلعب دلوقتي ودور التركي موقوق هتسافر هصبر الامن ايه انت قد تشير نص ملعب لوحدك حمدي المهام الهجومية تتلاقيه في مصر بمهام معينة كلفك بها كورة فماتش لأ ماتش ده لأ واحنا عارفين بقى لك خمس سنين بتدرس الفرقة دي هو الراجل التاني درسك كويس قوي درسك يعني راجل هو بيتكلم في المؤتمر بقولك انا درست النادي الاهلي من اللعبة والغيارات انت بقى درست في ايه ذكرت ايه شرحت ايه صلحت ايه انت مش محتاج تذاكر عدلت ايه عدلت ايه لك سنين انا اقصد مش محتاج تذاكر انت من اسبوعين كان عندك مبرافق قاهرة يعني انت حتى مش محتاج تذاكر انت واجهته هو عنده الخطوط التلاتة بتتحرك كتلة واحدة حتى لو انت جيت قيمت فرقة سن داونز هتقول مين ال 11 كويسين صح بالغيار صح بفكر المدير الفني صح عارف ان بيتر شاروليلي هو مصدر الازعاج اميل ها ها هقولك على حاجة كده في الكورة فني مهم قوي اخطائك مع ريال مادريد في التمن داق بتوع الوقت الاضافي بس تددت فك صح تركيز يقل هم استعمل الفجوات او المساحات اللي ما بين هاني ومتولي او هاني وعب منعم اللي عملها مدردش خدها في نيسيس برغم ان كلنا قلنا هاني ترند 90 ديئة مفيش مشوار صح عملها جون انت في الوقت يا تقول اللي ديئة 91 في نيسيس كابها هدف هو ابتدى يشتغل معك كده بلاش ان انا اعمل سكرينة صد عشان اما يجي يسدد اما انا مؤمن راجب يتشاط ليه الزحمة ليه ان انا بروح ولو اديت ضهر هيعمل ايه الجديد اللي انا بشوفه ان المدافع وهو داخل على الفيرويد حط دورا ظهره ليه اشان ضربة الجزاء اما تخش جواه الصندوق ادي نفسك قشاراته انت شغال اما خش جواه الصندوق بس وانا طول ما انا برا الصندوق ادايا دي عامل مساعد بيساعدني وانا شغال الكور العالية المسافة بينك يا ياسر من نقطة الجزاء لغاية بره 18 بعيدة قوي اما اشان هو يكلمك قلت له اصلا انا ما كادمة كادمة ده انا اطر شق دماغه وهي في الهواء اخد دماغه في الكورة ايوه مفيش كادمة بص احنا تعلمنا كده ايوه لست بقى جلس احنا كنا تمالي يقولولنا او يعلمونا واحنا نعمل لنفسنا انت ما بطيك تفرج عماطش اوروبا بتاخد منه ايه بتاخد منه رؤية ونتيجة وعينك على الرجل اللي انت بتطلع في مركزه اقلده وستعمل منه حاجة صح بيتاكلني ازاي بيطلع على العام الهواء ازاي بيطلع مواجه ازاي وانا طلع في الهواء خدته لعما بقول ايه خدت المبادرة احنا بندل نفسنا الاحساس ده المساكين المبادرة لها نوع المبادرة لها طبيعة بتديك ثق بتفوقك انت وانت بتنقل الان وانت بتحضر الان وانت بتحضر فانا مجرد ان انا فرود لقيتك بتحضر وانت الان تضغط عليك لو ضغطت عليك وعندي فجوة في نص الملعب ما هو تاني مش هيجي يستعمل مني انه يعمل بيعمل مساعد انت كانوا بيحضروا زي ما يكونوا باللعب اربعة واثنين في النص انا عايزي غابت ان افكرك بنقطة انا اسف ان انا بقطعك لا يا حبيبي ماتش سانداونز اللي كان في القاهرة ممكن في حد ما اخدش باله من لقطة غريبة جدا اول خمس دقائق سانداونز بيحضر ورا حرس المرمى غلط هو المدافع جاء عبدالقادر اطحها جاي يحطها في الجون رح اتطلعت كانت اول كرة خطر في المتش فاكر انت الكرة دي اللي عبدالقادر ضايحة اول توقع جيف زهني على طولها متراجع على المتش قلت بس هيطفوش الكرة خلاص دا الاهلي ضغط من قدام فلازم يغير طرق اطلعب وغلط قنا يجي الجون ولا اي حاجة اسلوب حافظ عليه اسلوب حافظ عليه ودي جاي من المدرب هو معلمهم على كده ومتضهم السكر كده حتى لو انت غلط المدرسة كده المدرسة كده فبالنسبة الضغط اللي الكابتال عمري بتكلم فيها يعني وارد حتى وانت بتنفذ اسلوب الضغط وارد ان انت حتى بتحضر من تحت وارد يحصل هنا اخطاء اه هنا اخطاء بس مين بيكمل بالسيستم بتاعه ونفس اسلوبه مين بيكمل بشخصيته فاللقطة دي 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 انا فاكرها بصراحة في المطشين دي اكتر لقطة بيينة شخصيت صندوينز النهاردة وانت بتغلط قدام النادي الاهلي في الكاهرة وانت بحتاج المطش والريدي انت بحتاج المطش وبتغلط قدامهم وبتحدر وكانوا ممكن يجي بجون ومع ذلك صندوينز يفضل من كابل نفس اسلوبه وفضل يحضر وشوفنا المطشين الكلام اللي قاله الكلام اللي قاله الكابتال عمري وانت كملت عليه بس عايز اضيف عليه حاجة تانية هل يا كابتال كريم عندنا مشكلة في القوات التي واضحة انتوا دايما بتسمعوا الجملة دي اكيد مننا كلنا في مشكلة في جودة اللاعبين في مشكلة في جودة اللاعبين وكلام اللي بيقوله الكابتال عمري من شوية ده هو بيتكلم على اسيات ازاي بتنط وازاي بتشتغل وازاي بتتحرك اسيات ديت احنا بنتكلم حتى الاسماء اللي قاله الكابتال عمري دول لايبية دوليين دول لايبية نطخة مصر صحيح احنا عندنا مشكلة كبيرة ايو كده انا بسألك في مشكلة كبيرة ايو كده والله انا بيصعب علي اللي نطلع اقولك كده على اللاعب لكن دي حقيقة لان فعلا ان الكابتال عمري هو بيتكلم رجعني للزمان يعني احنا عندنا اسيات في المدافع يقولك ايه راس الحربة مايستلمش طب لو استلم مايلفش طب لو لاف مايرقص لو عمل كل دول يبقى انت مش مدافع اصلا فهو بيتكلم وانا الحاجات دي احنا ده اخدناها وانحنا صغيرين طبيعي راس الحربة مايستلمش ريحت الدنيا بدل وقطعت قابله دي حاجة كويس ماقطعتش قابله لما يستلم مايلف لكش بقى احنا النهاردة بنشوف الفراوضة بتستلم وبيتلف تاني حاجة كور العرضية كلها العالية اللي بتيجي على اهلي وزمالك وخصوان كبان على منتخب مصر كل مدافعين الدور المصري هتلوم عندهم مشكلة كابتن رهيبة بيبصوا على اللي بيرفع على الوفر بقناش نشتغلها كتير احنا بقنا نشتغل المدربين عموما حتى في قطعات الناشئين بتشتغل تاك تيك عموما على الفريق كامل لكن مفيش زي زمانة تخصصية لأ مفيش تخصصية مارس كورو الكلمة على القصة دي يا مارس كورو في المتاور الصحفي قال لك انا ما عنديش وقت تشتغل على اللعيبة فرديا يعني على تطوير اللعيب فرديا بلعب كل ثلاث تيام مطش بلعيح يوم بشتغل يومين اللي بقعت يعني انا لو بعد التمريد من ربع ساعة جبت المدفعين وقفتهم ووفر من هنا ووفر من هنا يطلعوا من تمان اعكس الاي مش بنفخم ان احنا كنا سردبكات افزاز يعني حاجة فظيعة يعني لا اقولي على حاجة مفيش ليه السردبكات مفيش سردبك في الدول الممتاز بيلعب مواجه يطلع يفتع عيني غير الوينش اقول لك الحاجة كسر مالخير محمد كله بالجنب حسام عبد بن جيد رغم طوله بالجنب عبغاني بالجنب ياسر بالجنب ياسر باخد الخبطة هنا مين الاقوى اللي جاي متحرك وبيعمل السلم وبيعمل التكوف ولا اللي بياخد في السبات ياسر اللي خد الخبط ياسر اللي تخبط لا وحاجة تانية غابت للمدافعين برضو اضافة تانية ان المدافع النهاردة هو بطلع الكرة للي كابتن عمر بيتكلم عنها المواجهة دي انت قدامك الملعب كله تطلع فيه لكن رأس الحربة يستلم ايما يزحلقها للي جاي فهو عنده تارجت او اتنين انت عندك شارع تلعب فيه ومع ذلك زي ما كابتن عمر بتكلم اخطأ كبيرة جدا اه طبعا تغيبت خصويا مش هتكلفك كتير حتى لو همش في ملعب زي ما كارين بيقول ممكن تبعها الصبورة لو بالشرح لو هتاخد منها نسبة 20% اهو مش هتمش اهسا ما فيش خالق ليه اه انا من الناس اللي بيحب روم ربيعة عمرك ما تكون يعني النهاردة في مرات الزمالك وفي مرات الاهلي مرات الاهلي مع الداخلية ومرات زمالك مع امبي انت بتعمل الربط لازم وانت شغال في الملعب بتفكر الله هيما يسيبي الخير وديه صحة كابتن انور سلامة كان يقول لي لازم تشغل دماغك كتير بمعنى النهاردة انت بتفكر الراجل استلم بتاع الداخلية وهيعمل السيست بينه وبين الفيرويد لو خدت خطوة لتنين اف سايت بس انت اخر واحد في الملعب الربط المبينك ومبين علي معلوه ربط بينك ومحمد هين لازم يكون حاضر النهاردة عبد المجيد وساب فتوح قطع من وراه فيرويد امبي لو عبد المجيد خط خاروة خط واحدة اف سايت حبت حاجات بسيطة هل انت تعلمت من الموقف بقت خبرات بالنسبة لك ما هو الخطأ خبرة انت بتتعلم عشان ما تكررش الخطأ اقول لك حاجة بصراحة مشوف الموقف ده بيتكرر حاجة زمان برضو احنا مش هنفخم نفسنا ان احنا الامبراطورات نعود مع بعض ملناش دعوة هم مش فايقين الفراو ده نص الملعب مش مقادي احنا خلينا في اللي احنا فيه نركز احنا وصل بينا في التسعينات مرمى كابتن شوبير 18 مباراة شبكة عزراء بالرهان بقى يوسف وكمونة نوبي الدهب مشير وايوب شرف وبرهيم سعيد حسام غالي وكمونة ايا كان من اللي بيلعب احنا كلنا برا بنتمنى ان الكريم يبقى كويس فانا زي ما الحارس وكان معك كابتن طريق سليمان عندي تحفزات معينة هقولها للحارس بتاعي وانا نازل اقوم ميل على كريم زكر كريم خلي بالك من دي لو عملتها يبقى انت كانت هايل 90% بس يدينه نقصاك ده الوجبه الوجب اللي لي عندي سح هيخش بقى المدير الفني يقوله هو هيكون عنده بتاع سماعان الموقف انا هعمل كذا انا عارف يبقى انا سهلت على نفسي وسهلت عليه انه ما يسمع النبض بتبقى الصدمة بالنسباله عشان يعيد من جديد ويفضل في تركيزه زي ما هو ده كلام عظيم احنا لسه بكملين هذا الحوار رائع جدا شايف التفاصيل شايف فيه مدربين بيقولوا اللعبة كده ولا كابتن طريق الحديدي وكابتن كريم ازيكي لسه بكملين معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى طيب كابتن كريم عشان الوقت هيروح مني لأسف الزمالك والاهلي هيروحوا هيكملوا في أفريقيا ولا كده خلاص المشوى الراحة لا المؤشرات يعني انا باخدها بالنسب دايما يعني لا صعب 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 النهار كمان بعد القاء ما احترابنا طبعا للاجهاد ما احترابنا للمدير الفني ما احترابنا للعيبة طبعا كلانا في السنة الزمالك والاهلي يوصلوا نهائي اللي اتنين لكن بالمستوى اللي يوم فوق ويوم تحت ده الموضوع ببقى صعب كمان يعني وخصى كمان انت تطلع الماتش الجاي بره يوم الجمعة ما تلعبش عبالوزداد الماتش صعب جدا فأتمنى يعني اللعيبة تقدر تفصل وتنسى ماتش إن بده خالص ويركزه في الفترة الجاية بخصوصا أفريقيا يعني بنفس المواصفات لا كده هو انت مش عايز ان الاهلي خلص يبقى موجود معاك مش محتاج انك تزايد على الكلمة انت مش عايز ان الاهلي يبقى موجود أسر عشان هي لو موجود وكمل هيبقى هو العقلة في الظروف الموضوع ده انت بالنسبة لك فكر اكسب الماتشين وصيب القدر والارقام هي اللي اتحدد لك انك هتعمل ايه نسبة 40% بس في نقطة انت ليه تملي عندك روح لانهزام ايه ألعب على الماتشين وادور بعد كده على اللي هيحصل ألعب على الماتشين وادور على اللي هيحصل نفسك كلمة زى مالك ألعب الماتش وادور على اللي هيحصل ما تسألش انت عندك استعداد مش هتكمل خلاص هتبانو انت راكب الطيارة وانت مسافر هتبانو انت جوه قط اللبس انا كان لها وجهة نظر وتناقشت فيها وقلت اتمنى النادي الاهلي بعد رجوع ومماتش الهلال يخشوا في معسكر ليه كان بلعب ثلاث جمعة ثلاث ثبت معسكر انا معرفش انت بترايح نفسك ازاي اما بتروح تليفونات اما بتروح كريم بيجي كلمة يقولي انت ما كنتش كويس النهاردة لود نفسي سوشال ميديا لود نفسي افصل اللعيبة عنده كله عشان انا عندي مهام معينة عندي متحل مدود 15 يوم تعافي مشكلة الاهلي ايه اكبر من الزمالك اللي انت كنت تتعلم عنه اللي تتركيز وبيفكر في موتش السابت بتاع الهلال وصان داون تلقائيا هيفكر فيها كابتن عمر موافقك سيب اللي يفكر اللي قاعد بارنا انا خايف انه يفكر تاخد منه شوية فيخسر من القطن فأصلا انت مش محتاج يعمل اللي عليك يمكرنا وانكر الله والله خير منك ما تقاملش حاجة اكتر من اللي هتزيد القدر بيقول هتسافر هتسافر هيحصل خفاق هيحصل نجاح هيحصل نجاح قد اللي عليك بس قد اللي عليك حفاظا باسم النادل الاهلي وكيانه انا بقول كلمة وهعيدها تاني اللي يلبس تشيرت النادل الاهلي اما له حلو اما له حلو فكر وعيد وفكر وما هتقعد مكاننا بعد ما تبطل هتقول يا ريت اللي احنا بنشوفه في تحليل او اداء تحليل اداء لا الكرة اسهل بكتير اللعبة اسهل وامتع بكتير على الاقل انت جوا نفسك بتحسب نفسك بالقطعة هتشتغل ازاي اما انت مهما هتوصله هتوصله جزء زي المدرس دخل وفرض عضلاته المدرسين يقولك ايه ده بيخوفنا بس خلص بقى اكبر دماغ ما هالناس بتنسى لا الناس مش هتنسى انت بتعمل نفسك تاريخ ازعل جوا نفسك يا خط ظهر النادل الاهلي ولعبت النادل الاهلي بالكيان كله انك تاني خط دفاع اليل في البطولة 8 اهداف احنا بنقل احنا لازم نخرج بالكوره المصريه من الان المركزه اللي انا عاش كتر اول اللي انا عاش كتر كتر عايزين بقى نخرج بتوجيه بمشروع بتخطيط بكل شي صح ما تحسش انه في حاجه بتفرح يعني في الكوره عموما يعني سواء منتخب او منتخب نشئين او شباب وطفر ايا كان اهلي زمالك اي فرقة هتلاقيها في محفل قروي افريقي ولا علامي احنا بصراحة يعني الكلام مش هيتجمل احنا في مرحلة في الكوره مش حلو خلص يعني خلص هسايا المنتخب اشكال النهاردة حتى كان وزير شاوريادة مجتمع مع اتحاد الكوره واللوم فشل تاني لأي من منتخباتنا مش مقبول بقى اشكال المنتخب الريم بيداكل على مهمة مهمة كبيرة قدام زنبيا قدام ملاوي فان شاء الله امور يا رب ان شاء الله اشكال رفض ونورت شكرا جزيلا اجبتنا عامنا ورطة الدنيا حبيبا كريم اشكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة اشوفكم يا رب على البخير